اليوم خسر منتخب مصر للشباب على ملعبه ووسط جماهيره من المنتخب النيجيري خبر موزعي صح؟ صح طبعا بس بقى عادي لبس منتخب مصر في البطولة الافريكية للشباب المؤهلة لكأس العالم خسر اليوم من نيجيريا بأداء سيء في مباراتين جمع نقطة واحدة من التعادل أمام منتخب مزنبيك الضعيف ومن غير ما يسجل أي هدف في المباراتين السهل إنك تنتقد المدرب الأسهل تنتقد اللاعبين وطبعا مش هتسيب اتحاد الكرة السهية الدائرة اللي بنلف فيها طول الوقت نفس الأخطاء ونفس المبررات والنتيجة دايما وحدة ونرجع نقول لسه في أمل ونعمل حزبة برما ونقول كالعادة دعوات المصريين اللي ما بقاش لينا غيرها للأسهل يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بصراحة كده بصراحة وأنا جاي النهاردة الحلقة كنت بدور على حاجة إيجابية أبدأ بيها الحلقة النهاردة وأنا ببعدتي وزي ما بقول لحضراتكم دايما يعني إنه نقول كلام يهدي الأعصاب يفرح بنتكلم على الكرة فاتبقى الدنيا مبهجة خاصة إن احنا بنطلع متأخر بالليل فأنت مش عايز أصلا تكتاب ولا تتضايق قبل ما تنام دورت والله دورت على مخرج دورت على مخرج أتكلم عنه بحاجة إيجابية بس يا جماعة لما الموضوع يتعلق بمنتخب بلدنا في أي مرحلة عمرية الوحي ما بيعرفش يزوّق الكلام يعني ما بتبقى مثلا حاجة على النادي الأهلي على نادي الزمالك على النادي الإسماعيلي على المصري على الاتحاد على بيراميد أهو بندور على إيجابيات يبني عليها الفريق الفترة اللي جاية ونقول كلام إيجابي بدل ما نقول كلام سلبي ونقضي طول الوقت السلام ما يبقى الكلام على منتخب بلدنا في غيرة بقى في زعل أحيانا تتحول لأهرة وأنا عشان برص ما قررش الكلام اللي بنقوله ألف مرة يعني نهاردة منتخبنا خسم من منتخب النجيلي بهدف مبرأة اللي فات التعادل سلبيا مع منتخب موزنبيق الضعيف جدا ولسه عنده الأمل أنه يكسب السنغال ويصعد كتاني لو نجري خسرت من موزنبيق أو كتالت هو فيه بطاقتين للمركز التالت ممكن يساعده لدور السمانية الأمل موجود آه موجود آه موجود بس يعني حط في اعتبارك برضو نحن هللعب المنتخب السنغالي اللي هو أقوى منتخب في هذه المجموعة منتخب السنغالي أقوى منتخب في هذه المجموعة ها تعدلنا مع المنتخب الضعيف واخسرنا من المنتخب المتوسط اللي هو المنتخب نجيلا بمقاييس اللي حصل في المجموعة حتى الآن عندنا السنغالي اللي ضمنت السعود أول منتخب البطولة يضمن السعود وبالمناسبة يعني حالة كده على الهامش يعني السنغال اللي التاريخ بتاعنا في كرة القدم يتفوق عليها في كل شيء في كل شيء في كل المراحل العمرية السنغال هي بطل كأس الأم الأفريقية السنغال شاركت في كأس العالم السنغال فازت بكأس الأم الأفريقية للمحليين السنغال أول منتخب صعد في كأس الأم الأفريقية للشباب السنغال شيء بشيء يذكر يعني هو بطل أفريقيا للكرة الشاطئية ده المنتخب السنغالي اللي بقولك احنا كنا أبعد منه بأميال متأخرين يا جماعة متأخرين وتعالوا نواجه نفسنا كده نواجه نفسنا مرة أنا سهل أطلع أقول لك الكلام اللي الكل بيقوله هو ليه كابتن محمود جابر هو المدير فني المنتخب الشباب لو غيره كاية الأمور هتبقى أحسن ما ظنش طيب هو ليه لعبي المنتخب الشباب ما عندناش مواهب كبيرة ما احنا عارفين إن احنا ما عندناش مواهب عندنا نضرة في المواهب في الكرة المصرية حتى على مستوى الكبار اللي عندهم خبرات أصل اتحاد الكرة السابق اللي عين أو الحالي اللي ما عملش معسكرات ما احنا عارفين ان اتحاد الكرة بصراحة يعني بصراحة شديدة يعني ما بيعملش حاجة للمنتخبات الوطنية هو بيستنى دايما الصدفة أما اتكلم عن اتحاد ده وغيره يعني بيستنى دايما الصدفة اللي ياخد بيها منتخب لنا أو يعمل إنجاز ويقولك أنا صاحب الإنجاز هو بيستنى الصدفة دي لكن هو شغل وتعب واكتهاد وما فيش ما فيش طيب نعمل ايه؟ ده بقى الحاجة اللي ممكن تخلينا نخش لقدام شوية ناخد خطوتين لقدام شوية بدل ما نقعد نسرخ كلنا وخلاص نعمل ايه؟ سهلة والله سهلة وعملناها بعد كأس الأمر الأفريكية الكبار اللي اخسرناها في النهاية وقلنا روح يا جماعة شوفوا اللي بيحصل في قطاعات الناشئين في مصر ودي زين بيقولوا كده ايه؟ إلى من يهمه الأمر روحوا بصوا على قطاعات الناشئين في الأندية المصرية في قطاعات ناشئين في الأندية المصرية بياخدوا مقابل مادي بياخدوا مقابل مادي عشان الأطفال يخشوا يلعبوا في قطاعات الناشئين بياخدوا مقابل مادي وشايفينها الأندية دي على فكرة إنها حاجة استثمارية وبتزود الدخل تمام؟ أدي واحد اتنين لا أخفيكم سراً حاجة يعني أنا مش بقول لكم مفاجأة ولا بقول خبر حصر يعني إن حجم المجاملات في قطاعات الناشئين في مصر حجم عشان أختار اللفظ المناسب يعني مهين كتير أوي مجاملات مجاملات برضو دي مش سر يعني من كده لوقتي على قطاعات أنا بتكلم من تحت أنا بروح لتحت أوي أنا لا أكلمك على مدرب ولا أكلمك على اتحاد أنا بقولك بس من تحت قطاعات الناشئين عاملة إزاي تالت حاجة في قطاعات الناشئين وبرضو لا أخفيكم سراً إن المدربين المحترمين اللي بيمسكوا قطاعات الناشئين في الأندية هم اللاعبين اللي بيتكرموا مش المؤهلين يعني مثلاً اللاعب الفلاني اعتزل خد فرقة 2006 وإنت اعتزلت إنت كنت كويس معانا في الفلال ويا مديت للنادي خد فرقة 2004 آه يا فندم نجم كبير والله وعلى عيني وعلى راسي هل هو مؤهل؟ هل هو مؤهل إنه يدير هذي الفئات السنية؟ لا طبعاً بس كراموا يستخدموا هيخد مرتب قليل فالدنيا سهلة يعني خطر اللي بيحصل خطر وكل مرة نلف في نفس الدائلة ونسيب الأصل الدائلة اللي هي إيه هاتحها دي الكرة لا بد أن يرحل ولا بد انت حاجة كرة أحسن تمه ده رحل واللي قبله رحل واللي قبله رحل وإحنا دي نفس الكس مش كسة بقى اتحاد كرة خلاص حط دي على جنب مش بقول إنه هم مش غلطانين طبعاً هم الليلة كلها بس ما كله شبه بعضهم من الآخر يعني كلهم ناس أفاضل محترمين بس محدش بيدير بطريقة سليمة محدش بيدير بطريقة سليمة فحط اتحاد الكرة على جنب المدرب لا بد من اختيار مدرب كفء لمنتخب مصر للشباب بقى للأولمبي للأول ميش جبنا أجنبي مش حلو أنا مكلمة على كل المنتخبات نجيب محلي مش حلو نجيب أجنبي تاني مش حلو نجيب محلي تاني مش حلو نجيب مدرب من الأهلي مش حلو طب محد بقى عشان جربنا الأهلي من أبناء الأهلي فنجيب مدرب للمنتخب من أبناء نادي الزمالك مش حلو طيب الأهل والزمالك تروعهم مش حلوين فانا لو جيبت أهلي تاني هيقولي طبما أنت جيبت أهلي قبل كده مدرب من أبناء الأهلي طلعها مش حلو فجيبت مدرب من الأبناء الأهلي تاني ليه مش حلو فقولك إيه تعالها بص بدلا ما نخش انت alright نجيب واحد من أبناء نادي اللي إسماعيل اه ايه بقى معاييرك في اختيار المدرب سواء بقى أهلي زمالك إسماعيلي أجنبي إيه معاييرك؟ بلا معايير أتحديك أتحديك لو في واحد في اتحاد الكرة الحالي أو السابق أو قبل السابق كلهم قالك معيار واحد واحد باختيار المدارب ده غير لأنا أقول لك شوية من شوية دوت اللي هو ممكن يكون حاجة هزلية جدا قصو ده مش حلو قصو ده أهلي منفعش فالزمالك منفعش فنجيب إسماعيلي أو بقول لك إيه بقلاش مدارب مصري خالص فنجيب أجنبي لأ أصلي الأجنبي بياخدوا لقاء كتير فلا ما هتولها وحش لما نجيب مصري تاني ونلف نفس الدائرة هي أصلا لا حكاية مدرب ولا حكاية اتحاد ولا حكاية الكلام اللي نحن نقوله كل شوية ده ولا أجنبي ولا مصري لا في أصلي تحت تحت كده الأصلي ده بايز بايز الجملة الشهيرة شعب أكتر من مئة مليون وما عندناش مواهب كتير ما أصلي همشي قصة الموهب دول ما يبوشش في الشارع فروحين تاخدوا مخلاص لا حتى الموهبة دي انت بتاخدها وبتشتغل عليها وبتنميها وبتتعب عليها وليها معايير ليها علاقة بالأكل والشرب والحياة والتعليم وتفاصيل كثيرة لكن إحنا عندنا في قطاعات الناشين أنا عايزة زبسك للأصل مش عايز بقى أكلمك النهاردة عم تاخذ الناشين ده كان فرصة والمدرب كان المفهود يعمل إيه بعد اللي ما يخش فينا هدف ولا هكلمها على كلامنا كله بنقعد نلف إحنا في الدائرة دي أنا بقى ليه الواحد يعني شغال في الشرعان بقى له 16-17 سنة من ساعة ما تولد هو بيسمع نفس الكلام من ناس أكابر ومحترمين وكده كده ما بنحلش ما بنحلش ولا بنربط زي ما بيقول فالحل فين؟ مبساطة يا جماعة بدون بقى سريخ وخناء ومشاكل وليه حيمسك في فلان وليه حيمسك في فلان وليه عايز يصفي حسابات مع فلان وليه عايز يصفي حسابات مع فلان لأ أنا بطلب من اتحاد الكرة لو له سلطة لو له سلطة في هذا الأمر أو لجنة الأولمبية أو وزارة شوائق اللي ليه سلطة في هذا الأمر روح يا جماعة رأبه رأبه قطاعات الناشئين في الأندية مهازل مهازل وأندية صغرة وكبيرة مهازل كله مجملات وكله بلا معايير وبلا شغل علمي كله كله إلا طبعا ما رحمه رب يعني قليلين أوي يعني قليلين أوي يعني عشان برضو ما جمعش فاييه حد هو بفرقه يقول لي لا بس حين مش تهل كويس قليل اللي بيش تهل كويس والقليل ده ما يديش انتاج كبير لمنتخباتنا الوطنية في المناسبة واحد بس المهاردة في منتخب الشباب اللي كان بيلعب محترف واحد بس مظهر المهاجم بس مو بأن ميت يوم سوتنا بيتنبح يا جماعة في مواهب مصرية موجودة في الخارج دوروا عليها اشتغلوا عليها اتعبوا عليها اجتهدوا عليها مفيش مفيش كله سايب الدنيا وبص بقى وتوصل للمرحلة بتاعت ايه بقى ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله دعوات المصريين هتبقى معانا ما طبعا يا سيدي والله ان شاء الله ربنا يبقى معانا ما تقوليش الحاجات المسلمات بس ما هو ربنا مع المجتهد مع اللي بيتعب مع اللي بيشتغل بس كل شوية انت مؤتمد علي يلا يا جماعة دعوات المصريين يا سلام انت بشتغل اول وادع معاك اشتغل كل الناس كل الناس السهل اللي وقت ان انا قريت حد النهاردة كان كاتب انا هقريت بس حتى حتى لمنين نتناول المواضيع بنتناولها بهذه السطحية المرعبة المرعبة يقولك ايه الصح دلوقتي كابتل محمود جابر يمشي ومدرب اخر يمسك المنتخب في مباراة السنغال تخيل احنا في 2023 بنتكلم بالطريقة دي متخلين ان هو ده الحل الراجل اللي اشتغل مع المنتخب بقاله شهور ربما سنين تمام فانه مفروض عشان هو قدم اداء مش جيد لا يا جهاز فني واللعبين اقدمه اداء جيد حتى لان في بطولة افراج فقوله امشي ونجيب بقى واحد من بيتهم لا يعرف اصلا اسماء اللعيبة ولا يعرف امكانياتهم ولا اقاف اي حاجة ونقوله بقى ايه الامل فيك انت احنا كمان بقى نتعامل مع المنتخبات زي ما بتعلم مع الاندية الاندية طبعا انتم فاهمين اللي بيحصل كل ثلاثة يام غير مدرب ومشي انت في المنتخب عايز تماشي مدرب هو بيلعب في البطولة واحنا في 2023 عموما عموما ان شاء الله يعني نكسب المنتخب السنة ان شاء الله لسه زي ما بيقوله ايه لسه فيه امل نمسك فيه ماشي لعله وعاسم لعله وعاسم هتقول لي يعني لو المنتخب كسب السنغال وصعدنا لدور التمانية وبعد كده صعدنا النص في النهاية وخدنا البطولة وما خدناش بس صعدنا الكاس العالم الاربع الاول بيصعدوا او الاربع الفنباب بيصعدوا الكاس العالم نحن تكون في اندونسيا يبقى خلاص بقى المنتخب بقى حلو لأ 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 جماعة اسمعوني وفهموني أرجوكم وانا عارف ان انتوا فهمين وسمعين أكتر مني سأعونا نكلم بعض واندردش شوية هي الحكاية مش حاجة بالصدفة ما احنا ياما خدنا بطولات وعملنا إنجازات لمنتخبات بقى عمار مختلف بس معرفناش نخليها قعدة خلناها دايما استثناء خلناها دايما صدفة وربنا معانا وربنا معانا نهاردة الكابتن حازي إمام قضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم والمشرف على المنتخبات تحدث بشكل في بعض الغضب من أداء المنتخب زينا كلنا بطبيعة الحال يعني تحدث مع الكابتن محمود جابر ولامه على الأداء اللي قدمه المنتخب قدام المنتخب الناجيلي بعد الخسارة بهدف دون أراد تكلم كمان مع أو تكلم عن اللاعبين وانهما لعبوا بدون روح في هذه المباراة والأداء حسب كابتن حازي إمام أن الأداء كان بطيء للغاية وما كانش فيه تحسن في مستوى الفريق من مباراة موزنبيك لمباراة المنتخب الناجيلي طبيعي طبيعي بس برضو كابتن حازي إمام اسم كبير ومحترم ورائع يعني هي مش قصة روح وبرضو قصة الروح دي برضو بتجننني دايما بنعتمد على حاجات فرائية غير العمل غير العمل يعني اتكلم على دعوات المصريين الروح والحماس وروح اللاعب المصري وحماس اللاعب المصري طيب فين بقى الشغل فين الشغل ما هو على فكرة بالمناسبة يعني ما المنتخب السنائيلي عند روح والمنتخب الناجيلي عند روح والمنتخب المزنبيكي عند روح وحماس كلهم عايزين لعبوا لبلدهم ومنتخبات بلدهم حتى دي ما يعني مش دي العمل العمل اللي تخلينا تخلينا نكسب تخلينا يعني ناخد خطوة لقدام يعني لو عملناها مرة باستثناء عمرها ما تبقى القاعدة آخر حاجة هو تكرار أرجوكم يا جماعة أرجوكم لمن له الأمر في هذا الأمر رأبوا قطاعات الناشئين في الأندية ده الكنز بتاعنا ده الكنز بتاعنا بص شوفوا بيعملوا ايه شوف يا باش يعني خش كده أقول له لو سمحت معلش أنا آسف والله أنا آسف هو اللاعب اللي وزنه آآ كبير ده هو بيلعب إزاي في الفرقة قل له اسأله طيب معلش هو اللاعب اللي أصغر من المرحلة العمرية دي بيلعب في المرحلة العمرية دي ليه أو اللي أكبر من المرحلة بيلعب في المرحلة العمرية دي ليه اسأله طب حرك المدرب اللي انت اخترته ده ايه مؤهلاته العلماء أنا بقول لك هو مساء على سبيل المثال ايه مؤهلاته العلمية في التدريب اللي خلاه يبقى موجود مسك الفرقة دي قدمهولي وريني وريني السويب بتاعه وريني مؤهلاته في التدريب يعني وان كان يعني مؤهلات العلمية كمان مهمة جدا مش دي قصة تانية بس ديني المؤهلات بتاعته وشوف وحاسب وراجع اللعبة دي بتلعب في ملاعب عاملة ازاي اللعبة دي بتتأهل ازاي اللعبة دي عندها دكتور نفسي بيشتغل معهم ولأ معهم حد خصائد تغزية بيشتغل معهم ولأ روح رائب وشوف عشان اللي بيحصل في قطاعات الناشئين سيء بلفز محترم سيء ما يديش بقى منتخبات الشباب حاجة عشان ما نقودش بقى ننوم المدرب ونجيب اتحاد الكورة اللي كلهم غلطانين طبعا بس هنمسك في دول وهيتغيروا هيجي غيرهم هنبقى من نفس الدايرة يعني مش هنطلع منها مش هنطلع منها النهاردة في الدوري المصري الممتاز من كل العرب نجح انه يتعادل مع فيوتشر سلبية دون اهداف في مباراة تقلق محمود ابو السعود محمود ابو السعود اعتقد يعني حسب الزاكرة هي المرة التالتة هذا الموسم اللي بياخد جايزة افضل لاعب في المباراة تقلق مش طبيعي لمحمود ابو السعود تقلق كبير لمحمود ابو السعود واحقاقا للحق يعني يستحق فرصة في منتخب مصر الاول طبعا اختيارات فيتوريا هو حر فيها وله معاييره فيها بس الراجل بصراحة على مستوى الدوري المصري هذا الموسم هو بالتأكيد افضل لاعب او افضل حارس في الدوري حتى هذه اللحظة بحجم التصديات بحجم الانجاز بحجم المكان اللي فيها المقولين اللي هي جزء كبير فيها محمود ابو السعود طبعا مع الجهاز فني رائع ولاعبين رائعين بس محمود ابو السعود مقدم موسم رائع جدا جدا معانا عبر الهاتف الان كابتن كبير كابتن طارق سليمان مدارب حراس مرمى فريق المكون العرب يا كابتن طارق يعني بهنيك على مستوى محمود ابو السعود والتعادل النهاردة مع فيوتشل اعطاك النتيجة برضو ايجابية وامور دي ازاك يا كابتن كريم ازاك يا كابتن طارق اخبارك يمشرف ومنور الحمد لله تمام النهاردة مع فيوتشل عمل مباراة كبيرة المقولين بصراحة عمل مباراة كبيرة بشكل عام التعادل مع فيوتشل واحد من الاندال بتنافس على الصدارة برضو تعادل ممكن يبقى مرد للفريق ما عرفش حسب رأيك يعني بص هو يعني تدية كلامك انت وانا قلت جملة كده ممكن اعترض عليها بعد ايجاب اتفضل طبعا اعترض برضو اعترض للمحب طبعا فضل اه حسب رأيك قلت النهاردة ان احنا المقول العرب نجح في انه ياخد بونت النهاردة من من فيوتشل طبعا فيوتشل فريق كبير جدا جدا وفرقة مخترمة وعندها بدايل وعندها عراسي كثير طبعا مشكلات طبعا هي من اول تاتر بحفرق في مصر وفرقة كبيرة يعني انه حداثة المباراة ما تقولش ان احنا نجحنا فان احنا خدنا بونت من فيوتشل انما طبعا المباراة ستعين ديئة فراثنا استحوازنا على المباراة لأجلنا فراث كتير جدا ستعين ديئة كنا ممتلكين مباراة وبنوصل وبنلعب يعني مش الان خبل عكس بالهاجم وبنوصل لجول كتير فاحنا مقبل مباراة احنا بايعنا فراثة كتير من فيوتشل بكتير احنا مستحوزين احنا بنوصل لجول كتير عندنا جرأة يعني ده دوابع جدا ستعين ديئة طيب انا انا فيوتشل هو اللي نجح انه ياخد نقطة المولين الدور الاول احنا كانت تعادل بطعم المدين دور الاول كانت فيوتشل يعني الامانة انما الدور الثاني احنا الدور الثاني بالنسبة لنا التعادل في صورة راية تمام خلاص يعني انا انا قابل جدا طبعا المولين عامل اداء الموسم ده رائع جدا انا قلت الكلام ده اوضا على حاجتين مهمين ان فيوتشل في مرتبة وينافس على صدار الدوري لا احدث عن احداث المباراة وان كان يعني احداث المباراة تعلق كمان محمود ابو السعود دلالة النهاردة كمان انه قدر يمنع فرص خطيرة لي فيوتشل بجانب ضربة الجزاء بصراحة ما فيش شك يعني انا كنت مع حضرتك يا كتن كريم مثال اقل من اسبوع وكنا بنتكلم على ابو السعود حتى انا يعني لما بقولك ان ابو السعود هو واحد من افضل حراس مارمة في الدوري هذا الموسم انا بكش بقول الكلام ده يعني من مباراة او اثنين او ثلاثة انا لما بقول الكلام ده انا بقوله من سلال طبعا اكتر من عشرين مباراة صحيح يعني اه لو بنكلم على خمس ست مباراة السنة اللي فات نهاية الموسم اللي فات والسنة دي حقالي تسعتاشر مباراة بمباراة الكاس مع النادي الاهلي او السعود واحد يعني الافضل هذا الموسم مش عشان على فتحة صدروا بالجزاء النهاردة خالص في الدور الاول برضو صدر بجزاء فانا لما بأكلم على بالسعود انا بأكلم على اداء اقول اه الموسمات كتير جدا جدا انا بالسعود مقدم سهلا مستوى كوي صحية على فكرة مش ابو السعود بس اللي بقدم مستوى كوي مية في المية فابو السعود واحد من ضمن لا واضيف لك كمان وجهاز فني رائع جدا عامل اداء رائع جدا مع المولين حتى لو انت عندك حرك فاذا كونك ضمن الجهاز الفني فانا اشيد بالجهاز الفني كمان للمكون العرب لا والله يعني بالعكس ده الواحد ده انا دايما بقولي الكلام ده معانا مدرب كبير مدرب عامل الشخصية صحية فهواضح جدا 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 على اداء المولين في كل المباريات احنا النهاردة بنلعب يعني من الاول ديئة والله يا كسر كريمي يعني حتى انا فاكر كويس اول لما كنت معاك اشترك احنا مباريات الزمال كنت انشاء قوي حتى قالي يا جماعة اللي مش نازل عشان نكسف النهاردة يعني لو ما لعيبش يعني يعني يقولي احنا بنلعب النهاردة برضه عشان نكسف مم وده لما لما ده بيترجم في المالحب مم يعني لما بتلاقي المولون عرب 90 ديئة بيهاجم احنا عملنا سنادي ثلاث مباراة على مالعبنا يعني احنا ما تتبداش فيه ومتعديننا فيه 0-0 مم ولكن اداءنا كان فيهم ممتاز يا مالك كان اداءنا فيه 0-0 كان اداءنا كويس جدا صح الاتقادل سكنداري صح كانت نوعاته قريب اداءنا فيه 0-0 وكنا بوضي مستحولين سنين ديئة وكنا افضل من المستحات ان هادة مع سعود شغل طريق كبير ومن قد المستوى ده فده بيدول على شخصية كابتن شاوئي وشخصية الجهاز واللي بدلها اللعيبة اللي بتنفس في المالح صح انا ما ايش حرج ان انا اقولي كابتن شاو لا كابتن شاو كابتن شاو مدارب كبير وده يعني من خلال طبعا يعني خبراته بقى وتاريخه مع المنتخبات وتاريخه مع الامدية قبل عكس صح انت كده انت كده مستني محمود ابو السعود شوفه في منتخب مصر انت كنت بتلي دي نقطة يعني حاربك اتكلمت فيها دلوقتي وانا سمعك يعني اتمنى يعني انا بقولي الكلام ده يعني في النهاية طبعا الاختراف ده محاربك قلت كده المدير لفن المنتخب اول صح وحنا هنبقى دعمين اللي هو ايا كان الاختراف لا وبيبقى ليه اعتبارات كثيرة يعني عشان برضو لو لا قدر الله يعني محمود ما يزعلش محمود ابو السعود فممكن يكون المدرب عنده اعتبارات لا علاقة مثلا بحراس خبرة وحراس شاب ممكن يبقى ليه اعتباراته الخاصة بص يا كبس الكري احنا دايما انا كنت بادع لما كان بيبقى فيه اختيارات دايما فيتنين صغرين كانوا بيبقى المتواجدين دايما وكان بيبقى موجود معه احمد او محمد بسام او هاني سليمان وكان معهم اتنين صغرين كان محمود جاد وكان محمد صاحي محمد صاحي ديوقتي ما بيلعبش يعني كان ملاكش غير السنة غير مباراتي صحية فرصته انه يبقى متواجد في المنتخب الاول بتاعي تبقى صعبة جدا محمود جاد برضو غير اداء السنة غير اداء تماما مع انبي السنة مزبوط فلما نيجي نحن بص على الحراس المرمى في مصر دلوقتي اما لا طبعا في حالة المرمى هيروح بحكم انه رجل يعني حالة المرمى دولي وحالة المرمى جدير ويعني موبايل قاله وقامة ست سنين دا لعب اساسي منتخب مصر محمد الشيناوي حالة السوير صحيح لما تيجي تبقى تبص على الخريطة كده في مصر او حد ابو السرود لكن واحد من ضمن حراس المرمى في المنتخب صحيح اداءه كان موجود في 2010 انا كنت لسه هقول لك والله انه برضه عشان ناس ما تنساش ان محمود ابو سعود كان في قائمة منتخب مصر الفائز بكأس الوام الأفريقية 2010 صحيح يعني اعطي اقول لك انه يعني برضه عنده خبرات طبعا انه المتواجد مع المنتخب مصر قبل كده كان متواجد مع المنتخب مصر قبل كده انا بقول بالاداء اللي بقدمه احمود ابو السعود ده لازم يعني يعني في النهاية طبعا حرية طبعا تاني وبكرر ان فيتوريا له اعتباراته وهو حر فيها طبعا بس انا اقول لك بالاداء اللي بتأدى فيش زي ما اقول لك انا ما بحللت ابو السعود في اتنين في المباراتين ولا افتدأت انا بحلت في عشرين مبارات انه عنده ثبات في المستوى طبعا يعني الامانة يعني صحيح ابو السعود ده ببنع قائمة المنتخب الفترة اللي جاية وعلى فكرة اللعبة كتير عندنا في الفريق بتأدى بشكل كويس او تابل اداء كويس والنهارضة يعني اذا عادينا طبعا احنا مكتبناش كنا عادينا ندخل مركزنا اللي احنا بقالنا فترة متوردين فيه مربع الزهب مركز الرابع انما الفرق مش كبير صحيح انا احنا مستويين معنات الزمالك 22-32 اه فرق بنا وبالاتحاد بونت واحد بس والاتحاد لعب مباراة زيادة احنا عندنا مباراة مؤجلة فان شاء الله باذن الله يعني وقال لهم احنا ان شاء الله هنكتب المباراة المتأجلة لنا حتى بنخش في المربع الزهب يعني بص المباراة المتأجلة لكم عمين احنا المباراة عندنا مع النادي الاهل اه فهو دي اللي الكابش شاو بيقول عليها انه عايز يكسب اه طبعا بص هو تكت المباراة معامين مش بش احنا احنا بنلعب عشان ناك زي ما قلت لك طبعا طبعا يطلق اه يطلق موجود عندك ان انت يعني الفرقة ناكت السنة دي ناكلة تانية خالف صحيح من السنة اللي فاتت او السنة اللي قبلها او الحمارة بقالو اكتر من كم سنة يعني السنة دي احنا جابين اتنين وثلاثين بولك السنة دي كريم السنة اللي فاتت جوم في نهاية الدول صحيح عشان كده اول طموح المكسب ده لازم الموجودة عند اللحيفة موظو وده اللي الحمد لله عمله كابتن شاوه كويد جدا مع طبعا اكيد باية افراد الدهان طبعا كابتن كمال كان مدارب عام وكابتن طلعت محرم وكابتن بيده وكابتن كمان عبدالواحد طبعا وبيتيت الدهان بالكامل طبعا كابتن الكبير طبعا دائما يا كابتن كريم لما بنتكلم لازم نتكلم على الادارة المحترم اقدارة المعارب الموهنش محمد صلاح والموهنش محمد عادل صحيح صحيح كابتن كبير كابتن طريق سليمان مدارب حراس مرمى نقول عربا انا بشكر حرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة نهاردة كمان في الدوري الممتاز بيرامد زواء المصري تعادله سلبيا دون اهداف حاول البرامد كسيرا وايضا قبله حاول المصري كسيرا ولكن المبرى انتهت دون اهداف نهاردة مجلس دارة النادي الاسماعيلي بشكل رسمي واجه الشكر لكابتن احمد حسام مأميدو المدير الفني للفريق بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الاخيرة في نفس الاطار مجلس ادارة النادي الاسماعيلي قرر خصم عشرة في المية من عقود اللاعبين اللي شاركوا في مباراة المحلة اللي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق الاسماعيلي ما زال يعاني ما زال يعاني الله الكلام خلص خلص اللي نأمله ان شاء الله ان الايام اللي جاية مع جهاز فني جديد والكلام على اختراب الكابتن حمزة الجمل من تولي المسؤولية مرة اخرى لا تمنى ان الامور تتحسن كلام دلوقتي بصراحة كلام يتعب ويدايق ويجرح جماهير النادي الاسماعيلي انهم مش نقصين فا افضل اقول لك اصل الاسماعيلي حصل كذا وقبل كده كذا واللي جوه كذا ومش مستهل مش محتاجة دلوقتي كل اللي محتاجة ودلوقتي جماهير النادي الاسماعيلي ان نقول ان شاء الله الاسماعيلي اموره تتحسن امور تتحسن كل حاجة ترجع مرة اخرى وحشنا الاسماعيلي بصراحة وحشنا الاسماعيلي ماذا قدم ميده مع الاسماعيلي خلال الفترة اللي تولى فيها المهمة بنتكلم فيه تسع مباريات تعالوا نشوف هو لقب تسع مباريات فاز فيه مباراة واحدة وتعدل فيه خمس مباريات وخسر بطبيعة الحال تلت مباريات سجل ثمان اهداف واستقبلت شباكه اتناشر هدف هي على حكاية ميده ولا اللي قابل ميده حكاية منظومة كانت متلغبطة كتير الفترة اللي جاية نأمل من المجلس اللي موجود حاليا في الاسماعيلي يلم أوراقه بسرعة سكة محدش يتمنى نروح ليه أخبار النادي الزمالك والبرتغالي جزولو فريرة الموديل الفني للفريق أبدى النهاردة ساعدته بقيد السلاسة لعبين أحمد بالحاج وناصر منسي ومحمود شبانة لكنه بيرفض فكرة اتدفع بالعناصر السلاسة بشكل أساسي في تشكيل الفريق بسبب عدم انسجامهم بشكل كامل في الفترة الحالية بجانب الضغط النفس طبعاً كان متوقع عليهم الفترة الماضية والضغط النفس الكبير المتوقع من جانب جماهير نادي الترجي التونسي هو مش شايف انهم ده الوقت الافضل اليوم انهم يبدأوا مع الفريق من مباراة الترجي المباراة الكبيرة الصعبة بكل تأكيد على ملعب الترجي ووسط جماهير ومنذبت كد السلاسة لعبين انا كان ليا رأي قلته من كام يوم انا لا فارق معايا هل نادي الزمالك اللي موقفه خاطئ او اتحاد الكرة اللي موقفه خاطئ لاجنة الانضباط النهاردة قايد خلاص ان حق الزمالك يقايد اللي عبين اللي هما كانوا قصة قريدي متأيدين بس كان متعلق متعلق بطريقة ماه ادارية عن اتحاد الكرة الامر بس الزمالك كان قريدي مأيدهم في الفترة القانونية او في الفترة قبل ما الفيفا يقفل بابل انتقلت انا دي مش حكايتي انا مش حكايتي مين اللي عنده المشكلة خلاص نادي الزمالك ايدهم يبقى خلاص نادي الزمالك كان على الحق ده ده قرار لاجنة للنباط ماليش دعوا برضو عشان ما تجيش تقول لي ايه انت شايف ان الزمالك لاجنة للنباط قايلت ان الزمالك على الحق يبقى انا الزمالك على الحق لاجنة للنباط كانت قاية اتحاد الكروه على الحق يبقى اتحاد الكروه على الحق فانا همشي مع الرسم الرسمي انو الزمالك كان على الحق فقاية ايه لعبته تمام تمام انا بقى كان مشكلتي فين ان فيه اخناقة ما او فيه مشكلة ما او فيه ازمة ادارية ما بيدفع تمانها تلات لعبين كانوا قاعدين في البيت تلات لعبين كانوا بلعبوا في اندية راحوا النادي الزمالك وفاجأة لانو في سوم قاعدين في البيت دي بقى بتعمل لي مشكلة هتقول لي واحنا مانة وانا مالي ودي مشكلة الزمالك ولا مشكلة اتحاد الكرة انا بكلمك من ناحية والله انسانية تلاتة عندهم مشكلة في مستقبلهم وشغلهم وتعبهم واكتهادهم واعدين في البيت ازمة صراحة اتعمل لي هاجز وبحط نفسي دايما مكان اللاعب يا انا احمد بالحاج انا ناصر منسي انا شبانة مش عارف هلعب بقى ولا مش هلعب ولا هلعب امتى ولا هيسموني اروح نادي تاني ولا هكمل معايات الزمالك والعب موضوعه صعب صعب طيب نطلع من ده بايه عشان برضو يبقى عندنا حاجات ايجابية نقولها وحلول بدل ما نمسك في الازمة نفسها ونسيب الحلول الازمات اللي هي طول حياتنا بتتكرر دي الحلول ايه اتحاد الكرة يبقى واضح وصريح وصارم وحاد في حقوقه نفس الامر كل الاندية اللي ليه حق ياخده اللي ليه حق ياخده بس اتحاد الكرة مثلا عنده مديونيات على الاندية كلها مش نادي الزمالك بس على كل الاندية ما تسيبش بقى مديونياتك ما تسيبهاش بعد كده خالص وبقول كده من اول الموسم والله يا جماعة اللي مش هيدفع مديونياته هيبقى عنده مشكلة فوحي اتنين تلاتة اربعة لقاحة واضحة وصريحة وكل حاجة تبقى الأمور واضحة هي مشكلة فين المشكلة اللي وجاهها نادي الزمالك ووجاهها بعض الاندية الاخرى مع اتحاد الكرة الاتحاد الكرة كان بيمشي أموره مع الأندية في كسة المديونيات دي أنا بأقول لكم التفاصيل يعني مشي أمورك نادي عليه مسق مليون هبأخدهم منك أي وقت عشرة معيش دلوقتي هبأتدهم لك ماشي عشرين ماشي ففجأة تحدي الكورة لقى نفسه شبه مفلس لا عارف يدفع مرتبات منتخباته ولا مدربينه ولا مكافئات ولا فلوس عليه ما بقاش وعنده فلوس عند الأندية فلح فجأة تحدي الكورة قال لك لنا عنده فلوس مش هيقيد يا السلام فجأة فجأة هو حقك على فكرة هو حق اتحاد الكورة بس انت خليت العرف انه عليه فلوس مش مشكلة يبقى يدفعها بعدين لأ خليك واضح لما هتبقى واضح هيبقى الأمور واضحة عند الأندية كلها لحد هيزعل منك ولا انت هتزعل من حد ولا لعبة الدار ولا يبقى فيه أزمة كل حاجة سهلة كل حاجة سهلة لو طبقنا القانون واللواقح كل حاجة سهلة لكن تقول ما احنا عمين نعمل كده تفضل كل حاجة كده تفضل كل حاجة كده عايشين بقى اللي هو ايه عمين نترقص ونتميل وما فيش حاجة واضحة ويقول لك أسله الحق ده كريم جي مع فلان وكان ضد فلان الحق ده قال ده اللي صح وما طلعش ده اللي صح ده اللي غلط ليه دخلنا كلنا أصلا في أزمة كلنا بنخش في أزمة كلنا النادي بيخش في أزمة اللي بيشتور في الأعمى بيخش في أزمة اتحاد الكرة بيخش في أزمة والأزمة الأكبر بتبع عند اللاعب نفسه اللي بيتضر أصلا يا إن شاء الله الأمور تتحس دايما بيبقى عندي تفاؤل ما عرفش بيجي منين بس بيبقى عندي تفاؤل بقول إيه ما تعرفش بكرة ممكن ييجي حد ويقول لي والله تعالى جمعا نصلح الأمور دي كلها بسؤول كرة عنده من الحكمة والجرأة والشخصية إنه يحل كل حاجة إن شاء الله يعني هيبقى موجود بإذن الله وممكن يبقى موجود في اتحاد الكرة ويظهر إن شاء الله يعني اللي موجودين حاليا إدارة نادي الزمالك رصدت مكافئات مالية كبيرة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الترج إن شاء الله يوم السبت اللي جاي ويه ويه المكافئة دي هتكون خارج اللائح يعني لو أنت في لائحة هتاخد فيها مكافئة خدها خلاص وهتاخد عليها مكافئة كمان لو كسبت الترج ده عملته إدارة نادي الزمالك ليه عشان تحفز اللاعبين للفوز على الترج المباراة الصعبة مش المستحيل هتقول لي يعني إيه حقول لك سابعة عشان تتلعب الترج اسم كبير في الكارة تتلعب بوسط جميل ومالعب رادس وكل الأمور مش أحسن حاجة بس لو الزمالك رجع بستين في المية سبعين في المية من المستوى اللي كان بيقدمه مع نهاية الموسم الماضي يقدر يكسب الترج ده بقى محتاج أمور نفسية ومعنوية وتذكير باللي حصل البوسم الماضي وقت ما كان الزمالك متأخر جدا وانطلق انطلاقها عظيمة جدا ممكن نشوف الزمالك بيفوز على الترج إن شاء الله مش مستحيل آه المطش مش سهل صعب طبعا بس الزمالك لازم يكسبه إن شاء الله يكسبه إن شاء الله مصدر داخل نادي الزمالك أمد أبو جمل طيب نهارده كان فيه أخبار عن مرض بطلتنا المصرية العظيمة في رفع الأسكال نهلة رمضان وفيه أزمة صحية بتمر بيها بصراحة الخبر كان مزعج لك جميع نهلة من الأبطال المعروفين في مصر المشهورين دايما المشهورين بيبقوا لعيب كرة القدم بس نهلة وإنجازتها نتكلم في بطلة عالم إنجازتها العظيمة خلتها نجمة واسم كبير نسينا شوية نهلة بصراحة يعني نسينا سألناش ما قلناش فيه نهلة رمضان نهارده عرفنا نهلة للأسف بتعاني من أزمة صحية ربما تكون أزمة صحية كبيرة نتطمن عليها نعرف أخبارها من كابتن عسمة منصور بطلة مصر السابقة أيضا في رفع الأسقال يا كابتن عسمة طمنين عليها أنا عارف أن أنت مرافقة للبطلة العظيمة نهلة رمضان طمنين على حالتها الصحية في الوقت الحالي ومساء الخير أولا سألناش سألناش كابتن عسمة هيا كابتن عسمة طمنين على نهلة عشان إحنا النهارده سمعنا أخبار عن حالتها الصحية اللي فيها بعض المشاكل طمنين عليها وللنا موقفها إيه دلوقتي في الحالة الصحية أولا آه يفعل دورت نشان آآ أتقلم حضريتك آآ قصة مش واضح حضريتك آآ شوية مش واضح بس يعني نجرب نتكلم تاني نجرب 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 تاني فضلي آآ هي نهلة حضريتك آآ أنا قلت من نهلة سمتاشرة بس مستقيمة لإحنا عاني خشوة اليوم آآ وصلنا مستشرة آآ من حولي زرعين عشان قطب خاصة آآ آآ فالوضع حاليا دلوقتي إيه هي حالتها عاملة إزاي هل تحسنت الأمور ولا مازالت تعاني حضريك نهلة دلوقتي متواجدة في مستشرة قطب سلحة آآ فحصل الانتكاسة من حولي زرعين كده في موضوع مشكلتها يعني النهلة بتعاني من أمراض منعية آآ حصل الأمراض المنعية عملت انتكاسة في الجسم عشان تحركت الإيد والرجل خالتها طبعا آآ نخضر المستشرة في أسعواء آآ وصلنا المستشرة وكده وإحنا مشكورة يعني وزير الشباب ريضا بلح تذكر في الموضوع ونقلها في غرفة يعني لادة تذير البطل يعني البطلة زي نهلة هو عادة دكتور أشرف صبح بصراحة ما بتأخرش في مثل هذه الأمور طيب نهلة دلوقتي الدكتور قاله إيه يعني الحالة هتتحسن الأمور محتاجة إيه هل هي محتاجة تتعالج بشكل مكسف الفترة جاية هتقعد في المستشفى قد إيه يعني تفاصيل أكتر لو تسمع دكتور سلام هوا حضرت دلوقتي هما دلوقتي دكتور موضوع بيدرس تاني موضوع تاني بشكل هو يكون أوضح لهم هما شخصيا ويشوف مثلا الموضوع أكتر مرض مثلا ممكن هو اللي كون تسبب في الانتكاسة دي وهي لو الحالة تحسن دلوقتي وإحنا بقى حوالي سبعة من حوالي سبعة ثمان سنين احنا في نفس المشوار دو وحصل انتكاسات كتيرة جدا بس احنا ما كناش بنقول الانتكاسات دي لكن دي مش اول انتكاسة تحصل لنهلة في مرضها نهلة كان بتعاني من اكتر من سبعة سنين من كذا انتكاسة شبهة لكده بس المرض عشان وضع تطور شوية ان هي فعلا عملت شلعة في الحركة فكان لازم طبعا الموضوع يوصل بشكل اكبر شوية عشان خاطر نرفع يكون في تدخل سريع للعلاج ان شاء الله ربنا يطمن عليها كابتن عسمة منصور بطلة السابقة في رفع الاسكال مرافقة ل البطلة المصرية نهلة رمضان ربنا يا رب يشفيها ويعافيها وبإذن الله نتطمن عليها في اقرب فرصة وبالتأكيد الشكر موصول لدولة المصرية ممثلة في دكتور أشرف سبح وزير الشاب ريضا اللي اهتم بسرعة وتواصل في هذا الأمر مش حد بيحب يسيب أبطاله يعني هي زي حتى ما يقل كابتن عسمة قالت انه هي اللي كيت عايزة تبقى موجودة في حالتها الصحية دي بعيدة عن الأضواء عشان هي واضح انها شخصية قوية يعني بالتأكيد بس الدولة المصرية مع أبطالها في المواقف اللي زي دي بصراحة فيه مئة موقف ممكن نجيبه ونعيده ونشوف كانت الدولة بتتعامل في مثل هذه المواقف تعامل دايما فيه سند وفيه دعم دائما الأهم بالنسبة لنا في كل الأحوال شفاء نهل رمضان ترجع تاني في أحسن صحة وأحسن حال يا رب في أقرب وقت بإذن الله بإذن الله نهاردة فيه دوري أبطال أوروبا زهاب دور 16 فريق انتر ميلان فاز 1-0 على بورتو رغم أن بورتو كان أفضل في هذه المواجهة بالمناسبة ولايبزيك اللي عمل شوت أول ما كانتش جيد أمام منشستر سيتي وتأخر بهدف قدر يتعادل بهدف آخر في الشوت التاني على ملعب وسط جمهير ولايبزيك عمل أداء رائع جدا فيه الدوري الألماني بالمناسبة أنا عايزكم تتابعوا الدوري الألماني أنا عايز في الدوري الألماني مش من الدوريات الأكثر متابعة وسط الجمهير المصرية والعربية بس الدوري الألماني يا جماعة مولع مولع تتكلم في خمس فرق تنافس على الصدارة الفرق بينهم نقطة ومتعدلين في النقط ونقطتين خمس فرق تصارع على الصدارة أنا بكلمك في مين بقى بكلمك في باير ميونيخ بكلمك في بروسيا دورتموند بكلمك في المفاجئة يونيون برلين بكلمك في ليبزيك وبكلمك في انتراكت فرانكفورت تتكلم فرق كلها تصارع وتنافس على الدول المال حاجة ممتعة جدا حاجة ممتعة طيب نروح نشوف تقرير عن انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر سبورتس اكسبو 2023 تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض اليهدف لتحسين النمط الصحي وبعدها نرجع الشحي وتنمية الوعي طبعا الثقافي والعلمي وانطلاق المهارات الابداعية وبعدها نستقبل ديوفنا خليكم معنا دي اول نسخة بالنسبة للمعرض والمؤتمر سبورتس اكسبو اكثر رقمك والنهار ده كان الافتتاح الحمد لله انفتتاح ناجح جدا وكان بحضور دولي وحط المعرض على خريطة المعرض الدولية في العالم كله وتصريح مع سادة الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن المعرض ده يتحط بقى المعرض الرسمي لمصر بالنسبة للرياضة المؤسسات الدولية اللي هنقتنا النهاردة على افتتاح المعرض الفيفا اللجنة الأولمبية الدولية كل دولة صراحة يعني بعتوا رسال متلفزة بيهني مصر بالمعرض وده يحطها على الخريطة الدولية للمعرض ده بالإضافة للحضور ورعاية فخامة الرئيس عبد فتاح السيسي للمعرض وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدجولي والعديد من الوزراء والفود الدولية احنا جلنا وفد من دولة الإمارات الشقيقة وجلنا وفد من دولة عمان وقطر اللجنة الإرث اللي كانت بتنظم بطولة العالم فقطر التواجد الدولي والإقليمي في الافتتاح ده حط الحمد لله المعرض على الخريطة الدولية للمعارض إن شاء الله الحقيقة المؤتمر ده لأول مرة بيتم ربط ما بين الصناعة الرياضة وما بين الإنسان وصحته وستمراره والإنسان الطبيعي أو اللي هو العادي وأيضا للإنسان المحترف في البستوى الرياضة لأن هنلاقي في الندوات اللي موجودة أعلى ناس في العالم موجودين إحنا جايبينهم مش معتابدين بشكل كامل على المصريين المصريين موجودين بيديروا وفي نفس الوقت بعضهم حيول حاجات بتتعامل بشكل علمي زي المواهب الرياضية زي كابيتانو زي الموهبة الحركية ودي كلها حاجات حاليا بتؤدى بشكل علمي متكامل وده كان فرصة لعرض الحقيقة مشروعات وزارة الشباب والرياضة القومية اللي بتتم في هذا الاتجاه إحنا ربطين ما بين الإمكانيات الخاصة بالصناعة والتكنولوجيا والرياضة وده كله بيبقى في جانب تأكيد على إن الرياضة صناعة وأنها مؤسرة على الانتاج القومي وفي نفس الوقت مؤسرة على صحة الإنسان وبالتالي أيضا بتؤثر على الانتاج خلينا أول الله سلام على كريم رمزي ده أخوي يعني وحبيبي طبعا كريم يعني جود لك وبالتوفيق دايما برنامجه وعلى طول بيعمل الإكسكولوسيفيتي في حاجات كتير بص معرض الكلام اللي أقول لك ده من قلبي بجد يعني وكريم أكتر بواحد عرف أن أنا بانتقد جدا لو في حاجة وحشة المعرض معمول حلوه يعني حتى الافتتاح حلو جدا الزوء معمول فعلا نظيف أنا حضرت في ساكر أكس يمكن ده أكبر معرض في العالم وده بلو أف اس حضرت كتير جدا وهداشنس كتير لأ المعمول حلو بجد فعلا فده لازم أحيي وزارة شاب ورياضة دكتور أشاف صبحي التواجد يمكن دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي النهاردة بيخلي الإيفنت يبقى كبير جدا وأهمية الإيفنت السادة الوزراء اللي كانوا موجودين الفي اي بيز اللي كانوا موجودين لا طبعا إيفنت معمول حلو الرياضة والسياحة الرياضية ده حاجة مهمة جدا ويمكن براهيم عبدالجواد أخويا شرح وعمل يمكن دراسة أن أنت إزاي بتؤثر في الاقتصاد سواء المصري أو العالمي وهي دي أهمية الرياضة فأنت عندك السياحة والصناعة الرياضية أنت محتاج أن أنت الجيل الجديد تتبنى وتقدر تدخلهم في مجالات كتير الفرص عمل ده اللي بيحصل دلوقتي إحنا كنادي صواري أو أنا السي أوف نادي صواري نادي صواري هو نادي رياضي اجتماعي وإحنا نادي استثماري بنسلكت أو هنختار إن إحنا عاوزين نقدم لايفستيل كوميونيتي محترمة فبإذن الله إن شاء الله نكون قادرين بكل الخدمات التي نقدر نقدرها بكل كافة اللعاب أولا الافتتاح النهاردة كان بيدوم عدد من اللعبين الأولمبيين والبارالمبيين اللحقاء ومركز متقدمة ومحترفين رياضيين في كورة القدم في دوريات الأجانب كلها دوريات العالم كله يعني فدول قدوة مشرفة جداً للأبطال الصغيرين والشباب اللي عندنا إن هما يشوفوا الأمثلة دي وإنه يسمعوا حكايتهم بدايتهم كتعاملة إزاي وأهدافهم اللي وصلوا إليها حاجة مشرفة جداً إن أكسبو 23 موجود عندنا في مصر اتعمل في بلاد كثيرة جداً إحنا يمكن اتأخرنا بس خطوة قوية من وزارة الشباب ورياضة إن إحنا يبقى عندنا حاجة زي زي تضم الاستثمار الرياضي فيها بطولات رياضية فيها توعية وثقافة وندوات عن الرياضة والسحة أكيد طبعاً هنستفيد من المعرض ده الشباب هيستفيدوا من المعرض ده هيبقى فيه برضو على هامش المعرض بطولات رياضية في ألعاب مختلفة وموجود برضو في لعبتي اللي هي ريشة طايرة فيه عاملين بطولة صغيرة لزوي الإعاقة فيها جوائز كويسة أنا سعيدة جداً أنه هو تم اختياري النهاردة أن أنا أكون موجودة في وسط مجموعة من الرياضيين المصريين الكبار وسعيدة أكتر أنهم أختاروني أن أنا أقول كلمة جوة المعرض النهاردة شايف أنه خطوة مهمة جداً جداً بالنسبة الرياضة المصرية وأنها تساعد على انتشار الرياضة في مصر بشكل كبير وتساعد أن يبقى فيه استثمارات رياضية أكتر في مصر يعني إحنا النهاردة الموضوع بروز الأبطال سواء على مستوى الأوليمبي أو البراليمبي أعرف الناس بره أن إحنا عندنا أبطال أوليمبيين وأبطال باراليمبيين هيساعد الناس اللي هي مش بتمارس رياضة سواء ناس أسوية أو ناس زاوي همة من هما يتشجعون أن هما يمارسوا رياضة لأن هما شافوا دوا من نمازج نكحة في الحتة تانية طبعاً أسبوس أكسبو 20-22 طبعاً إحنا حاجة فخورين بها جداً خاصة أن هي تحت رعاية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام بالرياضة في مصر وطبعاً بقيادة الدكتور أشاف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجهوده الجبار اللي مبزول في تطوير الرياضة في مصر من إقامة منشآت رياضية كبيرة أو من إقامة المركز الشباب أو البطوات العالمية اللي أصبحت موجودة بشكل كبير هنا في مصر واللي إحنا فخورين بها جداً طبعاً يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة كابتن كبير كابتن أحمد رمضان مدر منتخب مصر السيدات الأسبق وأيضاً مديل فني الحالي لفريق توت عن خامون وده اللي قصة هنتكلم عليها في البداية وأيضاً الزميل المميز دوماً حاتم شعبان الناقد الرياضي والمتخصص في ملف الكرة النسية يا كابتن أحمد مشرف ومنور حقيقي سعيد جداً بتواجد حراك معي النهار نورك كابتن كريم أنا اللي سعيده وتشرف بوجودي مع حضرتك أخبرك كله بخير الحمد لله يا حاتم منور الدنيا بنورك يا كيمو أنا مبسوط إن أنا معاك وشرف لي شرف كبير لينا النهار ليه أنا أصلي زمينا النهاردة أقول لي أحمد عب فان حاتم يجي بالشياكة كبيرة قوي وزي ما توقع يا كيمو أنا بتعلم منك حبيبي حبيب نور الدنيا حالي طيب كابتن أحمد إيه أصلاً نادي توت عن خامون يعني عشان قبل ما أخش بقى في تفاصيل الكرة النسائية والنجاحات الحمد لله وانتخابنا الوطني بيعملها في الفترة الأخيرة سعيد أعرف نادي توت عن خامون عشان أعرف شوية كواليس لطيفة كده هو الحقيقة نادي توت عن خامون ده نادي تأسس سنة عشرين تسعتاش أو عشرين عشرين تم الاستحواذ علي عن طريق مجموعة ترايت تو دريم اللي بيملكها رجل أعمال المصري مستر محمد منصور ودي مجموعة كبيرة من الأندية في إفغانا وفتحنا في مصر أكاديمية ترايت تو دريم واستحوذ على نادي توت وهو طبعا فيه استحواذ على نادي نورشلند اللي في الدنورك طبعا وعندنا مركز في أمريكا متخصص في صفر اللعيبة اللي بيدرسوا ويلعبوا في أمريكا وبعدين بعد كده يتعمل لهم درافت للإماليس هاي فالنادي توت هو ضمن مجموعة رايت تو دريم اللي بيملكها رجل أعمال المصري اللي هو دخل باستثمار 30 مليون يورو في مصر لتطوير الناشئ المصري وتجهيزه لعندنا منتج عالمي يقدر يلعف أحسن عندية العالم رايت تو دريم عشان بس مذاكر الملف ده من بدل من هم بره قبل ما يوجد مصري لهم نجاحات عظيمة جدا كأكاديمية رايت تو دريم في غانا وفي دنمارك بس أقول للناس كمان أستاذ المشاهدين أن رايت تو دريم الأكاديمية دي كان لها أربع لعبين من المنتخب الغاني موجودين في كاس العالم الأخير نفس الأمر في المنتخب الدنماركي طلعوا من هذه الأكاديمية منهم الاسم اللي حراركم ممكن تبقى عارفينه كويس قوي محمد كدوس لعب فريق آيكس الهولندي ونجم المنتخب الغاني طالع من هذه الأكاديمية معلومات صحيحة؟ معلومات صحيحة مظبوط مظبوط الأكاديمية دي جات في مصر مؤخرا مظبوط أيها موجودة في مصر بالضبط احنا أخذنا الحقيقة يعني المؤسسة بتعمل في بادية في 16 فدان بتعملوا على أحدى استراز يبقى نادي عالمي عندنا ثلاث ملاعب وعندنا فندق رياضي وعندنا مدرسة الولاد اللي موجودين عندنا احنا مفيش اللعبة بمقابل يعني مش بمفهوم الأكاديميات الخاصة ايه انت ما بتاخدش مقابل كأكاديمية لا احنا بنختار الكفاءات وعندنا نظام كامل في الأكاديمية خاصة بالتعليم وعندنا قسم خاص بالرعاية والقسم الخاص بالفوتبول بالكورة الهدف هو تجهيز المجموعة التالنت الموجودة في مصر دي لانها تقدر بعد كده تبقى زي محمد قدوس ونقدر يبقى عندنا مئة لعيب في خلال السبعة تمانسين الجيين دول بلعبوا محترفين برا ويقدروا يفيدوا البلد يفيدوا منتخب مصر ويفيدوا أهلهم ويفيدوا السيستم بشكل براك حاجة أنا متفايل جدا بالأكاديمية دي بس هنشتغل عليها الفترة اللي جاية ونحاول نفتح لها مساحة أكتر في البرنامج ونكمل دلوقتي في ملف الكورة النسائية عشان هو ملف مهم جدا والتطور اللي بيحصل فيها حاتم التطور أصبح ملحوظ يعني من وقت قريب مش من وقت بعيد يعني ما كانش حد يعرف حاجة عن الكورة النسائية ما كانش فيه منتخب جيد للكورة النسائية حتى الأندية كانت قليلة اللي تلعب كورة النسائية في مصر حصل الأندية كتير بقى عندها كورة النسائية منتخب تحسن أو بدأ يتطور بشكل كبير والأمور مشت بشكل جيد الفترة الأخيرة منتخب مصر الفترة الأخيرة دي بدأ يبقى على الترك الصحيح أو على الطريق الصحيح يمكن قبل كده يمكن ده ناس كتير قوي ما تعرفوش إن إحنا منتخب مصر من 2016 إلى 2020 ما عندناش منتخب مصر كان متجمد ما فيش منتخب مصر بتدينا نرجع في 2020 كان كابتنا أحمد رمضان متولي المسئولية في التوقيت ده بتدينا نلعب موشات وديه عشان نرجع للتصنيف إنت لازم تلعب موشات وديه عشان تخش التصنيف إحنا فيه الموجودين في التصنيف إحنا ما كناش موجودين في التصنيف الفترة الأخيرة بتدينا نخش في التصنيف بدأنا من المركز السبعة وتسعين السنة اللي فاتت إحنا قدرنا نقفل ست مراكز في سيزون واحد أو في سنة واحدة إزاي بيتم حساب التصنيف لازم على الأقل تلعب ست مباريات في غطون 18 شهر مع منتخبات مصنفة زيك عشان تنافس معهم التصنيف مهم ليه؟ التصنيف مهم عشان لما تيجي تلعب مثلا في تصفيات كاس أم أفريقيا تلاقي منتخبات تصنيفها قليل بالعكس لو أنت برا التصنيف هتصطدم بمنتخبات قوية مثل ما حدث قبل كده يعني وده يمكن كنا برا التصنيف رجعنا لقينا لعبنا تونس محقناش المرجو منه في المباراتين فللأسف كنا ودعنا كمان كاس أم أفريقيا ومصعد نوش تاريخ مصر في الكرة النسائية ايه؟ الكرة النسائية بدأت في مصر عام 98 ويمكن فيه كمان من فرقة طريفة الناس كتير ما تعرفوش أن المنتخب في مصر يبنى قبل الدوري يعني إحنا عملنا منتخب مصر وبعد كده عملنا بطولة الدوري الكرة في مصر عندنا وادي دجلة ده طبعا البطل التاريخي لها هنتكلم بقى شوية عن المنتخب إحنا النهاردة في المنتخب الفترة الأخيرة دي أو يمكن تحديدا دلوقتي هو في بيروت بيبتدوا دلوقتي يجهزوا أنهم يرجعوا للقاهرة بعد ما خاضوا مباراتين قدام منتخب لبنان الحمد لله كنا فيه فوزين المباراتين بنتيجة اتنين واحد منتخب مصر الفترة الأخيرة ابتدى يتحسن شوية أو يبقى موجود على الطريق الصحيح الناس بقى بتشوف منتخب مصر يعني أنه النهاردة فرحنين ومبسوطين إحنا بنقول أه لو منتخب الشباب أخفق لأحنا عندنا منتخب كورنسائية ماشي كويس وبيكسب ناس كتير جدا شايفين أن موضوع الكورنسائية ده مش مهم لكن بالعكس النهاردة لما تيجي ببص على سبيل المثال مثلا يمكن كان فيه تنين لعبة مصريين بيخدوا معاشا في نورشلاند من قرأي عندنا صار عصام كابتال عفستوك سيتي عندنا حاليا دلوقتي صار أسماعيل لسه منتقلة من برشلونة لساراكوستا ناس كتير ما تعرفش ده الكورنسائية في مصر يمكن دايما أنا بحب أقول ده ده لازم الناس برضو بتعرفوا الكورنسائية في مصر تنقسم إلى عصرين عصر ما قبل حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي كان فخامة الرئيس اتكلم عن أهمية وجود منتخب سيدات في 2019 فيما بعد ده ابتدنا نشوف الكورنسائية وابتدأت تاخد حيث كبير جدا من الناس كلها النهاردة بتشوفها بيرامدز النهاردة عنده فرق الكورنسائية الجنة عنده فرق الكورنسائية نادي ودي ديجلة موجود فرق توت عن خامون ومستقبلا الموسم الجديد أو السيزون الجديد طبعا انت عارف من شروط الاتحاد الأفريكي انت لازم يكون عندك أندية كورنسائية سواء الأهلي أو الزمالك عشان تقدر تشارك في البطارات الأفريقية أو تحصل على رخصة الأندال محترفة آه كمل كمل يا حديث الموسم الجاي دي يمكن دي آخر حاجة اللي أنا عايزة أشير إليها ان النادي الأهلي بصدد انه هو يعمل كورنسائية للسيزون الجاي هاي دي معنوه مهمة هيعمل سيزون الجاي هيعمل خلاص هو النادي الأهلي بدأ النهاردة عنده أكاديميات عنده ثلاث فروع للأكاديميات مدينة مصر وعنده الشيخ زايد وعنده جزيرة دول ثلاث فروع للأكاديميات الكورنسائية سيزون الجديد الأهلي هيبتدي يشترك فيه بطولة النشاءات تحت 17 سنة ويمكن فيه مفاوضات جارية الآن أو حاليا يعني أن الأهلي يستحوذ على فرقة من اللي موجودين في بطولة الدور العام تلعب الموسم الجديد بإسمه مسلا ما حدث يعني معبرها منذ السنة دي ممتاز جدا طيب كابتر أحمد حولك ديك تجربة عظيمة فيه لولايات المتحدة الأمريكية واشتغلت على الكورنسائية فيه لولايات المتحدة الأمريكية إحنا هنا بقى عندنا اهتمام حولك لامس اهتمام من أولاية الأمور ولمس اهتمام من البنات انهم عايزين يلعبوا كورة ولا زي زمان زمان كان الأولاية الأمور ده يقولك بنتي بش تلعب كورة هتلعب بأي رياضة تارية بس بش تلعب كورة البنات نفسها مبقاش مهتمة بالكورة انت حالك لامس دا دلوقت في مصر انه بقى فيه اهتمام من أولاية الأمور وانه بناتهم يلعبوا كورة قدم فيه فيه اهتمام كبير وحتلاقي فيه أكاديمات خاصة كتير فيها بنات هي المشكلة ان الاهتمام مش موجود من الاندية الكبيرة او الاندية الجماهيرية لان ما فيش دعم مادي ومحتاجين ملعب ومحتاجين مدربين محتاجين حقيقة كتير عندنا الحقيقة يعني توت اهتمام غير عادي يعني جبنا لعبة محترفة جبنا لعبة من أمريكا بتلعب معانا مصرية بتلعب معانا جبنا مجموعة لعبة كويسين جدا الحقيقة مستر محمد وصفي العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة توت والي هو المسؤول عن رايت تو دريم في مصر الشخصيات المحترمة جدا بيتفرج على كل مباراة بالنسبانه والحقيقة يعني هو بنفسه حتى بيقول أنا مرتبط شخصيا بفريق الكرة النسائية ونفسه أشوف يعني إحنا عندنا بلان إن إحنا في خلال سبع سنين إن شاء الله بإذن الله ممكن نبقى أبطال أفريقية هايل هسألك الحتة إدارية في هذا الصدق إدارية وممكن ما تبقاش فنية قوي بس إدارية لما جي بصرف أو بستسمر في فريق كرة النسائية بصرف طبعا هؤللوقتي بيصرف هو ما بيكسبش حاجة من الفريق هل بيبقى فيه خطة إنه إزاي يقدر أكسب بالفريق دوت ملايين ولا من الصعب إنك تكسب فيه ملايين في بطولات أفريقية أو بطولات عربية وإنت هتضلل طويل وقت تدعم ملايين فقط هو ده صناعة وبعدين لازم أن يكون فيه جزء خاص بالاستثمار للمدى الطويل اللي بيتعامل في الرايت تو دريم هو استثمار للمدى الطويل سواء للاولاد أو للبنات أو للرجال أو للسيدات مش الهدف المكسب حتى يعني مستر محمد وصفي ومجموعة منصور بيقولي حتى لو دخل دخل الدخل هيرجع تاني للاستثمار الرياضي جوى مصر للفرق والشباب والولاد اللي بتطلع لأنه هو ده الهدف الحقيقي من إن إحنا نعمل حاجة بالشكل ده فهو المفروض إن يكون فيه هدف ويكون فيه هدف للمدى القصير وهدف للمدى الطويل يعني إحنا السنة دي بنبني فرق مش الهدف إن إحنا ناخد بطول لما بتيتلاقي المسؤولين بيعود يتفرجوا مفيش حد بي يعني كمان الإدارة الرياضية مهمة جدا أنا هتفرج طبعا على الجزء الأولاني من المقدمة بتاعتك وعلى يعني أنا مبسوط جدا من إنك إنت بتحاول مش بتدور على المشكلة إنت بتدور على الحل مظبوط الحاجة اللي يعني عايزين نحلق الحل في مصر الإدارة الرياضية والإدارة الرياضية في مصر مش خبرة لعب فقط خبرة اللعب كويسة جدا بس لازم أن يبقى فيه تأهيل علمي بنشوف ده في الناس اللي مسكة تود دلوقتي مستر محمد وصفي والمجموعة اللي مسكة أم عندهم خبرة كويسة بالكورة بس دارسين أكتر أي إدارة وبالتالي وبالتالي الناس متفاهمة أنا ما جاليش مرة وقال لي البنت دي بتلعب ليه والبنت دي بتلعبش ليه ما جاليش مرة في التمرين الولاد وقال لي إحنا بنعمل ده ليه وما بنعملش ده ليه وبيجي لنا كل 3 شهور حد من الدنمارك يتفرج على التمرين يتفرج على البرامج ويبتدي يتكلموا معنا لو في حاجة عايزين نعملها لو في حاجة عايزين نطورها فهو ده الفكر مينفعش مفيش عندنا فكر إن إحنا نكسب في سن 13 أو 14 سنة نقطة مهمة مهمة جدا فيه سيستم أيها فيه 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 حاجة بنسميها مايكرو سايكل بتشتغل 6 أسابيع على بناءة الهجمة من تحت وإزاي الولاد الحارس المرمى والمدافعين ونص الملعب إزاي ننقل الكورة من حارس المرمى الحاجات اللي نقصونا في مصر لإن إحنا عندنا مشكلة في مصر إن اللعبة كله مباشر وده ما كانش لعبة المصريين زمان أنا معرفش إيه اللي تغير في قطاعات النشئين خل مافيش حارس يارف يشتغل برجليه مافيش مدافع يقدر يبني اللي تغير في قطاعات النشئين أنا كنت بقوله من شغل حلاك سمعته دوت بس ده لازم يرجع بالزبط إنه الحلاك بتقوله دوت وأنت حلاك بتقوله أنا مبتسم ابتسامة عريضة جدا وشوقتيني أروح الأكديمية نفسها شوف الشغل بيبقى عامل إزاي عشان هو ده اللي مفروض يبقى بكل الأندية وكل الكطاعات النشئين في مصر مايبقاش حالات استثنائية يعني المفروض ده للناس كلها تشتغل عليه إنه يبقى فيه إدارة وفيه شغل مع الأجهزة الفنية طيب حاتم منتخبنا الوطني اللي ليه كرة السيدات اللي عنده جاي إيه اللي جاي إيه حاليا منتخب مصر يعني النهاردة منتخب مصر كان بيلعب ماتشين في الفيفا دي اللي هو توقف الدولة عشان تحسين التصنيف تحسين التصنيف الفترة اللي جاية منتخب مصر عنده برضو اقتوقف دولي في شهر أربعة فيما بعد بقى في نهاية العام ده عنده تصفيات أمم أفريقيا ودي ممكن للأسف ما كناش تأهننا لها النسخة الماضية اللي أكيمت في المغرب وطوك بيها جنوب أفريقيا وصعد من خلالها إلى كاس العالم منتخب مصر صعد كاس أمم أفريقيا مرتين المرة الأولانية كانت 98 ودي أكيمت في نجاريا والمرة الثانية في 2016 وده كانت أكيمت بالكامير ممكن الفرق بينهم أو المفرقة بينهم كانت 18 سنة وده طبعا يعني هنقول نسبة وتناسب يعني احنا منتخب الأول برضو ما صعدش كاس عالم غير مرات معدودة عايز أتكلم بس من آخر يعني عايز أتكلم الكرة النسائية في الآخر نهاردة الكرة النسائية في الآخر مصر نهاردة عندنا بسم الله ما شاء الله يعني حد سؤاله حرج لعيبة في كل دوريات العالم دور السعودي عندنا في كل العالم عندنا لعيبة مصرية النهاردة الكرة النسائية في مصر ناس كتير أو ما تعرفش ده وأنا حبيب وجودي معك النهاردة كريم عشان أقول للنازل احنا عندنا كرة نسائية عندنا دوري درجة أولى عندنا دوري درجة تانية عندنا دوري درجة تالتة وعندنا كمان جطولة نشيئات موريد 2005 عندنا منتخب أول عندنا منتخب 20 سنة عندنا منتخب تحت 17 سنة وعندنا منتخب مصر كرة الصلاة الناس كتير ما تعرفش ده يمكن كمان قبل ما نيجي أو من ساعات قليلة أجريت كرة بطولة شمال أفريكيا لمنتخبات الكورنسية تحت 20 سنة ودي منتخب مصر هيشارك فيها تحت 20 سنة بقادة كابتن عبد الفتاح عباس في الفترة من 13 ل 18 مارس الجاي في تونس هيشارك مع منتخب مصر منتخب المغرب منتخب الجزائر ومنتخب تونس منتخب مصر هيبدأ بمنتخب تونس يوم 14 مارس وهيلاعب منتخب الجزائر 16 مارس وهيلاعب منتخب المغرب يوم 18 مارس اللي جايين دول ممتاز ممتاز طيب كابتن رحمد ليه عندنا لعبات كتير بيطلعوا للاحترفة دي حاجة كويسة طبعا بس هل الإجابة بسبب أن هم عايزين أو الأندية ساعدتهم من هم يطلعوا في أوروبا ولا مش شايفين أنه فيه اهتمام من الأندية في مصر هنا فبيطلعوا لأوروبا وفيه شقين الشق خاص اللي هم افتتاح الدور السعودي السنة دي وده أخذ لعيبة كتير جدا من الدور المصري وفيه لعيبة اللي هم بيطلعوا لأوروبا أو لأمريكا للدراسة واللعب طبعا الهدف بيبقى طموح يعني أنا لو أنا شايف أن الدوري هو ده أقصى طموح الدوري المصري لازم برضه يعني قدامه 3-4 سنين عشان يبقى فيه تنافس قوي جدا ويبقى فيه كمان عائد آآ مادي كويس لللاعبات آآ آآ بدأوا يطلعوا للسعودية لأن فيه عائد مادي آآ أفضل من اللي موجود آآ فيه اهتمام أكتر الملاعب أفضل آآ السيستم اللي محطوط طيب لما يبقى فيه عندياجة مهلية بقى بتلعب فيه الدوري المصري للكورا النسائية هنا من شأنه أن الدوري ده قيمته بتاعلى قيمته التسويقية تعلى المقابل المادي اللي بيخش لللاعبات بيعلى ولا هنفضل في نفس الأمور لا طبعا بيزيد الحز آآ طبعا جدا 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 يعني هيبقى فيه اهتمام آآ غير عادي من الإعلام ومن الميديا والمباريات لازم أن تتزاع فيش مباريات للدوري الكورا النسائية بتتزاع آآ ما 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 فيش قطاعات ناشئية آآ فيه بس موليد 2005 فقط آآ فده ممكن تلاقي في موليد 2005 بنت موليد 2010 صحيح لكن لو أنت فيه تدرق طبيعي زي ما فيه للأولاد للشباب للبنات وبعدين النقطة دي مهمة جدا حتة الرياضة للبنت أولا كرة القدم هي يعني الرياضة رائعة آآ ومفيش فرق بين الولد والبنت بالعكس يعني المهمة جدا للبنت في مرحلة الجلوغ لأن البنت بتبقى مركزة في الرياضة آآ وفي المدرسة آآ وفي البيت صحيح فما فيش وقت أساسا يضيع في أي حاجة تاني بالإضافة أنه بيديها هدف للمستقبل صحتها بتبقى كويسة صحيح آآ بعد كده كمان بتبقى ليدر كويس في بيتها صحيح لولادها صحيح وتقدر توجه برضو لولادها بمناسبة الحراكة قلت ده في تفصيلة كده كنت دايما بشوفها في منتخبات أو فرق المصرية في الكرة النسائية لما منيجي نواجه منتخبات أفريقية آآ وفرق أفريقية آآ وفي المناسبة هي تشبه الرجال أيضا آآ مش بس السيدات آآ إنه آآ فرق الأجسام والقوة الجسمانية مرعبة آآ في فرق كبير جدا على فاكرة ده بالمناسبة ينطبق على الرجال حتى آآ منتخبات أفريقية آآ قوة اللاعب المصري آآ في زكاؤه آآ وفي التالنت آآ وفي مهارده صحيح بالإضافة لإنك أنت بتوفر له التغذية بقى في السن الصغير لازم أن الحاجات الصغيرة المهمة قوي آآ التعليم آآ وده مهم جدا التغذية آآ وده مهم جدا اللي هو اللايف ستاير يكونيش سيئة بالزبط آآ الثلاتة دول مع بعض آآ حيخلق لك مناخ يعني الولد بينام الساعة عشر أوربنت بيتنام الساعة عشر الساعة داشا صح بتروح مدرستها بترجع عارفة الأكل اللي بتاكله إيه صحي الأكل اللي أنا حاكله التمرين بقى الاستمرارية التمريد مصر برضو فيها حاجة فيها مشكلة إن التمرين يعني تمرين في الأسبوع إحنا عندنا بنمرن خمس مرات في الأسبوع فالتمرين خمس مرات في الأسبوع ده بيدي بيدي لياقة بدنية عالية تتش للكورة أكتر يزود المرات الممارسة أكتر التركيز في اللعبة أكتر مشاهدة المباريات بشكل خاصة الدوريات العالمية دي مهمة جدا الحاجات دي كلها لما تتجمع مع بع مع المساندة من القه ومن الأندية بنبتدي نخلق لعيب بمواصفات تصلح لأنه زي صلاح زي النهاردة أنني بيكمل عقد اللي عشرين أربعة وعشرين ثمان سنين وهو أقدم لاعب النهاردة في أرسنال صح ده عشان شخصيته مه مصبوط وعشان التزامه صح وعشان أخلاقه صحيح وعشان أسلوب تدريبه صحيح ممكن نشوف أهلي وزمالك وإسماعيلي ومصري ولا الكلام ده لسه محتاج شوية وقت أما كلام الأندية الكبيرة الجماهيرية حاليا النادي الإسماعيلي عنده أكاديمية للكرة القدم السيزون الجاي الإسماعيلي هيبتدي يشارك بس يشارك للناشئات تحت 17 سنة لكن نادي الأهلي خلاص هو هو قريدي خلاص بقى جاهز إنه بس الفترة الأخيرة دي زي ما أنا قلت لك يا كريم هو في مفاوضات جارية مع بعض الأندية إنه هو عايز يجيب بدل ما لسه هيعمل فرقة عنده من الأكاديمية فهو عايز يجيب فرقة جاهزة طبعا نادي الأهلي عشان يشارك في بطورة الدوري لازم يكون عنده فرقة كويسة يقدر ينفس بيها مش هيشارك لمجرد إنه هو بس هيشارك ونفس الحال ينطبق على الزمالك ويمكن برمز السنة دي بدأ يشترك أو بدأ يلعب في دورة الكرة النسائية بسبب رخصة الأندية المحترفة ممكن أنت طبعا عارف إن الكاف ألزم الأندية من السيزون الجاية أو من نسخة عشرين ثلاثة عشرين إنه لابد يكون عندك فرقة كورونس آية وده نفس الحال اللي هو فيوتشر فيوتشر السنة دي عمل فرقة كورونس آية وماشي في المسابقة كويس يعني هو بيحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز برمز بيحتل المركز السادس السنة الجاية هنشوف دوري مختلف هنشوف دوري مختلف ليه يمكن دايماً كانت الناس تقول إن أندية الكرة النسائية فقيرة فيه أندية فقيرة وفيه أندية غنية وفيه أندية استثمارية دلوقتي نهارده بقت كرة القناة النسائية صنوعة زيها زي الرجال وبنشوف النهارده يمكن فيه يعني عقود مهولة وفيه فلوس كتير بتقدفع ممكن عايز أقولك على حاجة تانية برضو كممكن من سنتين تلاتة كانت اللعيبة لسه بتاخد 700 و 800 و 900 جنيه وأنا عارب ترى كمان لعيبة فيها ما بتاخدش فلوس أصلي ولسه كنت أقولك وحتى النهارده فيه فيه لعيبة كمان بتلعب في أندية بيدفع مقابل إنه هو بيلعب في الأكاديمية اللي هي الأندية الأكاديميات لكن الشكل السيزن الموسمي الجاي هيبقى مختلف هيبقى مختلف فيه رعاة خبطوا على الباب فيه رعاة خبطوا على الباب بس الأندية معينة يعني الأندية بتقدر تجلب رعاة منهم طبعا مش هنقول الأسماء لأندية ما بقاش إعلان لهم لكن فيه فيه أندية هم حاليا يحملوا إحدى الشركات الهواتف المحمولة على الشعار على السدر وده موجود ويمكن الفترة الأخيرة ابتدى بقى اللي عنده سبونسورد عايز يجيب سبونسورد طبعا يمكن الأندية اشتكت الفترة الأخيرة إنه ما فيش دعم من اتحاد الكورا في نفس الوقت كمان الأندية بتقول الاتحاد الكورا بياخد دعم من الاتحاد الدولي قدره 250 ألف دولار للكورا نسائية احنا ما بناخدش منه في نفس الصدد الاتحاد الكورا نفسه بيفكر السيزون الجاي وده يمكن معلومة مش كلام مرسل يعني إنه هو يعمل دور المحترفين بس يعمل دور المحترفين بشكل جديد أو بطريقة جديدة إزاي يقنن الأوضاع بالنسبة لي المحترفين يمكن كابتون أحمد عارف ده كويس إن معظم اللعيبة اللي سفروا الاحتراف في السعودية ما كانش ليوم عقود كانوا ليوم استمارات هواية فبالتالي إنه هم مشوا فالأندية قررت إنها تشكوهم لاتحاد الكورا إنه هو هارب أصلا من عندي من النادي ومحترفش فالتحاد الكورا بصدد إنه هو السيزون الجديد يطبق ده يعمل إيه إن الأندية كلها تعمل عقود للعيبة بتاعتها ممتاز لكن هل ده هيتكبد كتير جدا الخزائم بتاعت الأندية النهار ده عشان مثلا أنا النادي عندي 25 لعيبة فأنا عايز أسجلهم أو أعمل لهم عقود هل بالنسبة وتناسب طبعا العقود فهدفع مبالغ طائلة فكان الآن ده بالطالب اتحاد الكورا إنه هو يتحمل معهم نسب من العقود واتحاد الكورا أو متمثلا في الدكتورة دينا رفاع قالت لهم إنه إحنا هنقعد ونشوف الموضوع ده هيتحل إزاي أو هيتعمل إزاي لكن الفترة اللي جاية أنا شاف إن دور الكورا سيبقى مختلف تماما إن شاء الله عشان اللي إحنا شايفينه ده وحالة الاهتمام سواء الإعلامي أو الجماهيري أو بالشارع حتى اللعيبة دلوقتي بقوا حابين يلعبوا ده الأول ما كانوش بالعبوا ده كانوا خايفين من التنمر ومضايقات لكن دلوقتي الناس كلها تقبلت يمكن كاس العالم اللي إحنا شفناه الأخير أو دور أبطال أوروبا للسيدات أو بطولة اليورو بتشوف حضور جماهيري رهيب ما بحصلش أصف بقرات رجال أنا شخصيا بس الدول يسخن شوية ويبقى عندنا منتخب حلو قتليني في المدرجات يلا هنا حاتم شرفت ونورتك هاتشرفت كريم وموصول إن أنا كنت معكم سعيد جدا كابتن أحمد كان خطوة عزيزة جدا اتشرفت جدا أنا بشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام لقاءنا عن الكرة النسائية وهي حاجة مهمة جدا مهمة جدا خليكوا فاكرين من بعد مش بعد اللي قد أقصد يعني من دلوقتي يعني لسنة أو سنتين جايين تلاهي تطور عظيم جدا في الكرة النسائية توجه دولة ده قرار دولة ده إن الدولة عايزة كده ومش بس الدولة عايزة إحنا كمان عايزين كده كرة النسائية في كل العالم تطور جدا وإحنا كنا متأخرين شوية المهم إن إحنا بدأنا ناخد خطوات وده الأهم إحنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد فاصل محمد داود وإبراهيم جاد نتكلم معهم شوية عن مواجهتين الزمالك مع الترجي وأيضا الأهلي مع ساندون زيوم السبت القادم إن شاء الله هيقولونا إيه اللي نخاف منه أو نقلق منه من الترجي وساندون وإزاي نستغل نقاط ضعفهم بإذن الله عشان الزمالك والأهلي حقاوا فوز مهم جدا فيه دا ويا أبطاء الأفريق بعد هذا الفاصل خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني منورني فيها زي الفقرة الزملاء العزاء المحلين الرائعين المميزين دوما محمد داود وإبراهيم جاد يا داود مشرف ومنور دايما منور بوجودك يا كريم وببسوط إن أنا موجود معاك وكمان مبسوط بوجودي مع هيمة يعني نورت يا هيمة أخبارك إيه الحمد لله زيال فولا كريم ممسوط جدا إن أنا معاك طبعا ومع داود لو المرة على الهوى وببسوط دايما إن أنا معاك طبعا نكسب سون داود سون داود��는 هايواجه الأهلي والتراجي هيواجه نادي الزمان الك自ون السابط القادم إن شاء الله في حلقة نهاية الأسبوع نبدأ بالأهلي وسون داودز نبدأ بالأهلي وسون داودز سون داودز أنا دائما بيعلم معاك سون داودز بمختلف أجياله بمختلف مدربينه الفريق اللي في أفريقيا اللي بيلعب كرة على الأرض اللي بيلعب كرة حلوة اللي بيبني من تحت مش اللي هو بعض العشوائي بتبقى في فرق أفريقيا كرة حقيقية يعني. هل دي لسه موجودة في سان داونز ولا ممكن نقول ان سان داونز ما عندوش كرة على الارض دلوقتي وتبقى الدنيا سهلة وجميلة ولطيفة. خلينا نقول ان مدرسة سان داونز شبه كده مدرسة برشلونة. هي بتطوارس. مفيش حاجة بتتغير. هم مدرسة بيفضلوا مكملين عليها خطوة بخطوة بخطوة. ما بتتغيرش ابدا. المدير الفني هيمشي هيجي مدير فني بعده يلعب بنفس الطريقة هيجي مدير فنه من فريق الشباب. هم متضربين على نفس الاسلوب داون. سان داونز في الوقت الحالي خلينا نقول بشكل عام كده. هو اسلوب لعبه اربعة تلاتة واحد اتنين. بيبقى معتمد بشكل كبير. قال بين الدفاع متمركزين في اماكنهم عشان يطلعوا بالكرة. الاتنين نص الملعب موجودين قدامهم. الازهرة طايرة دايما. بيعتمد ان هم يطلعوا بالكرة بتمريرات ارضية. والنقطة المهمة جدا جدا جدا. ان الحارس بتاعهم مشارك دايما دايما في الخروج بالكرة. الحارس بتاعهم بيعتبر لبرو. يعني مش مش ان الكرة بترجع له فبيتدبس فيها او بيتوتر. لا. هو لبرو هو بيعتمدوا عليه. اه خلينا نبدأ على طول في الحالات على طول. احب اففرج انا معك. نبدأ على طول في حالات الحروج بالكرة. الخروج بالكرة بتاعت سان داونز. هنلاقي الجزء. بص بص الحارس على طول يا كريم. الحارس اللي معمول عليه السهم الاصفر. موجود دايما انه يبقى مسلس. اللاعب الحر طالما سان داونز مسيطر على الكرة في منطقة جزاؤه. هتلاقي الحارس دايما بيقرب من حامل الكرة. عشان يبقى هو المخرج. الكرة دي هتتلعب للمدافع بالسهم كده. وهتروح للحارس. ويخرجه من الزنقى اللي عليها قدام كوتون سبو. اه يعني فيش تطفيش بقى وكرات عالية والكلام. خالص. هو برشلون اه. هو اللاعب الحر دايما هتلاقي الحارس. بيقرب لهم لدرجة. هنشوف فيه كرة. الحارس واقف في نص الملعب. هالي. فنروح للحالة اللي بعديها على طول. هالي الحارس ههو. فيه واحد يعني فيه لعيب ضغط عليه. فيه لعيب تاني ضغط هنا. 3 هنا. هو مش متوتر خالص. مش قلقان خالص. بيلاعب Crime في عمك الملعب. للعب الفري اللي موجود في عمك الملعب بكل هدوء وبيخرج عليه. مفيش تطفيش نهائية انه لعيب ضغط عليه فأنا هتطفيش. لا خالص. يلاعب الكرة للعب اللي موجود في عمك الملعب. الكرة اللي بعديها بص الحارس يا كريم اللي وقف في النص ده يعني بص الحارس هو ليبرو يعني هو الحارس طلع احنا كنا قبل كده بنشوف ان لعيب نص الملعب هو اللي بيرجع بين قلبن الدفاع عشان يدي لعب حر لا يا ساندونز خلى الحارس هو اللي بيطلع ما بين قلبن الدفاع عشان يدي لعب حر فبقى دي التلاتة القلبن الدفاع والحارس هو اللي في وسطهم خرج لحد نص الملعب عشان يساعد في دوان الازهرة زي ما قلنا الظاهرين طيرين خالص مش موجودين في الصورة اتنين نص ملعب وبعدين قدام تلاتة موجودين على طول الفريق دايما هجومي وزي ما بقولك هو بيستبدله الارتكاز بالحارس هو اللي بين الدفاع عشان يعمل زيادة عددية بشكل مستمر الصورة اللي بعدية بص هدي الحارس خارج برضو من هنا من مرمى كريم بترجع له الكورة عشان يبدأ الهجمة من تحت الحارس هو اللي مشارك في الهجمة هو اللي بيبدأ بداية الهجمة كلها من عنده فبالتالي الحارس هو بداية الهجمات عندهم الحارس نوير نوير بتاع جنوب افريقيا هو بتاعهم بيخرج من منطقة جزاء وبيوصل لحد تلت الملعب بيلعب الكورة اللي بعديها على طول بص بقى دي اماكن لمس حارس مرمى سانداونز للكورة بص الحارس واصل انه بيلمس الكورة عند دائرة السنتر يعني حارس سانداونز فيه كرات لمسها عند دائرة السنتر بتاعت بتاعت الملعب من درجة انه بيخرج يساعد فيه بناء اللعب بالدرجة انه بيوصل للسنتر في الملعب فهنا دي سانداونز ما بيطفش كرة خالص سانداونز هيفضل قباصي ويعمل بلد اوب من تحت مهما كان الضغط عليه حلوتهم حلوتهم انت عارف وانت بتتكلم عارف اللي هو ايه على طول عناية كده جات على الاهلي وقلت ايه جوب في ملعبنا مظبوط مظبوط جدا لأي من نادي الاهلي مع عمار السلكولر بيضغط على اي حد رجل ضغط على ريال مدريد الشخصية اللي ينورها هيعمليه في سانداونز فاعتقد ان هي زي ما نقطة قوة بالنسبة لنادي سانداونز ان هما بيخرجوا بالكورة على الارض ان هما في نفس الوقت ما قابلوش فريق بيطبق الضغط العالي بالشراسة اللي بيطبقها النادي الاهلي لدرجة انه في بعض الوقات كان بينجح قصاد ريال مدريد خلينا نتكلم ان فريق سانداونز استقبل في المجموعة هدف وحيد قدام القطن الكاميروني كان بسبب ان الفريق هو بيخرج بالكورة وقت الضغط ما نجحش او اللاعب بتاع الارتجاز اللي استلم الكورة ما نجحش ان هو يتعامل معاه بافضل شكل ممكن واعتقد هنا نقطة مارس الكولر ونقطة قوة النادي الاهلي ان هما يلعبوا على النقطة دي كويس بشكل مهم جدا او انت جيتلي في ملعبي وخاصة بقى ان انت لو قطعت منهم الكورة الباكين دايما طيرين قلب الملعب فيه شغل الاتنين مدفعين وخلينا نجيب الحالة اللي احنا جابينها الهدف القطن الكاميروني ونشوف ان ازاي لو قطعت قدرت تستخلص منهم الكورة ممكن تشكل خطورة دي يعني دي يمكن اللقطة التانية كان فيه لقطة اول قبلها يعني دي لقطة استخلاص الكورة كان فيه لقطة قبلها والباس بيتعامل لعيب بتاع سانداونز اللي على الدايرة الراجل اللي قطع منه الكورة ده جاي من وراء تماما جاي من العدم طلع عمل عليه الضغط نجح ان هو يستخلص منه الكورة في عملية البلدب او بناء الهجمة بتاعت نادي سانداونز خلينا نشوف اللقطة بعد كده المنظر كمان كان شكله عامل ازاي دي اللقطة الاول هنا البس وهو لسه بيخرج من سانداونز في عملية التدرج بالكورة دي كانت اللقطة الاولى لللاعب اللي هو عليه السهم ده وبعدين اللقطة اللي احنا شفناه من شوية عملية ازاي اللعب فشل في استلام الكورة ونادي استغل الكورة ممكن بقى نمشي بقى الحالة ونشوف الدنيا هتوصل ازاي ده اللاعب اللي استخلصوا الكورة من شوية هنشوف هو بيخرج وقلب ملعب سانداونز ما فيوش غير الاتنين مدافعين لان دايما الباكات بتاعهم طيرين الحالة دي هتكمل بعد كده لما نشوف باقي اللقطة هتكمل بالتزديدة دي اللي سجل منها القطن الكاميروني هدف الوحيد قدام سانداونز واحنا هنا بنتكلم ان بكل تأكيد النادي الاهلي ومنظومة مارسو الكولر معتادة على الضغط بشكل افضل جيدين في الضغط بشكل افضل فمع استمرار النادي سانداونز في عملية البناء بشكل مستمر من تحت مع ضغط النادي الاهلي ممكن ده يكون يصنع فرص كبيرة بالنسبة للنادي الاهلي عظيم جدا عجبتني انا الحقيقة عجبتني الربطة كمان يعني انت قلقتيني تمام وبعد كده فرحتيني احنا بندي المشكلة والحالة طيب هو بقى سانداونز نفسه الحالة بنتحدث كيف يخرج بالكورة في الهجوم بقى بيهجم ازاي هنا خلاص عرفنا ان هجوم النادي الاهلي والعيب الوسط هيدغطوا عليهم ان شاء الله ناخد الكورة ونجسى ونخلص من المباراة بس الناحة التانية هجومهم وكيف يتعامل معها دفاع النادي الاهلي هو زي ما شرحنا في الحالات اللي فاتت دايما تركيز سانداونز دايما الازهرة بتاعته طايرة بشكل كبير جدا الجناحين بيدخلوا لعمق الملعب مع المهاجم بيبقى فيه تلاتة دايما في عمق الملعب بيحصل بينهم لا مركزية كبيرة لدرجة انت متعرفش ده مهاجم ولا ده جناح ولا ده ون لعب مركز عشرة لها مركزية كبيرة جدا جدا الظاهرين دايما طايرين دايما بيوصلوا لحد اخر الملعب لدرجة ان هم في وقت من الاوقات بنلاقيهم ان هم بيبقوا في حالة انفراد لما بنيجي نشوفها فكل ده هو ده التركيز التركيز الاكبر ان دايما الاجنحة طايرة الاثنين بتوع نص الملعب سابتين شوية عشان يحاولوا يأمنوا مع القلبين الدفاع والاعتماد على الاظهرة الطايرة والسلاسة الهجوم لما نيجي نبص للحالات اللي معنا في الاظهرة هنشوف ازاي سانداونز بيتعامل وبيتصرف فيه التلتة الاخير من الملعب دي في حالة البلداب فيه ظاهرة هو ان يا كريم هناك خالص في اخر الملعب عند نص الملعب والناحية التانية في الظاهير الايمن الناحية دي برضو هو دايما في الحالة في الحالة دي هتلاقي الظاهرين طايرين وفيه اتنين في نص الملعب بس لما نروح للحالة اللي بعديها الكرة وصلت هون بص ادي الظاهرة هو الكرة دي تلعبت له مباشرة من المدافع للظاهير اللي فاتح الملعب هنا والظاهرة الثانية فاتح على الخط الناحية التانية بص ادي لعب المهاجم ده بيتحرك في الهافز بيس الناحية دي والناحية التانية بيتحرك في الهافز بيس ولعب مركز عشرة بيتحرك في النص لما نروح للكرة اللي بعديها ده في مطش القطن الكاميرون ادي اللي معاك الكرة ده الظاهير الايصر اللي معمول عليه السبوت هنا دوان الظاهير الأيمن والثلاث لعيبة دول يا كريم دايما هتلاقيهم موجودين في عمق الملعب اللعب اللي بيتحرك بيجري دوان بيجري دايما في الهافز بيس اللي ما بين الباك وما بين قلب الدفاع اللي جنبه في لعب تاني بيتحرك بيجري في العمق اللي هو تاني واحد أصفر من عشر مال بس عشان نشرح للناس بالضبط داني واحد ده بيجري دايما في المساحة اللي ما بين الباك والمساك اللي جنبه بيختارك المساحة دي لعب اللي في النص المهاجم اللي في النص ده بيجري في المساحة اللي ما بين الدفاع واللعب دوا بياخد بيجري في المساحة اللي في ظهر المدافع التاني لما نروح للي بعدها نفس الكرة بتتكرر ادي الباكي المين اللي معانا طالع بيجري نفس المنظر اللي شايفينه يا كريم ما بيتغرش السلاسي واقفين بشكل هرمي لعب كل واحد مختص بمساحة معينة بيختارقها مفيش لعب فيهم مهاجم صريح واقف كمهاجم محطة لا فيه دايما حركة ودايما لمركزية كبيرة بيستهدفوا من خلالها المساحة الكبيرة اللي بيتحركوا فيها عشان يستلموا الكرة في المساحات دي كرة اللي بعديها الشكل بيتكرر زي ما هو ادي الباكي منطلق التلاتة اللي موجودين بس هنا اتقلبت انه بقى فيه زي اتنين مهاجمين وفيه لعب زي راس مسلس مقلوب تحتهم هو اللي بيستلموا الكرة في الحتة دي والاتنين المهاجمين بيستهدفوا المساحة الكرة اللي بعديها دي ينجى عنده حكاية في الماضي طبعا بص بقى هنا يا كريم دي نقطة مهمة جدا جدا التلاتة اللي في قلب الملعب المهاجمين رجعوا استلموا الكورة في عملية البلدام اللعب اللي بيجري يا كريم اللي رايح هناك دون انفراد دا الباكشمال اللعب اللي بيجري رايح انفراد هنا دا الباك لي مين فانت متخيل الباكين وصلين لأنهي درجة وصلين لدرجة نهما وصلوا لآخر الملعب بفعالة انفراد هما اتنين مهاجمين مهاجمين خلاص يعني الاتنين اتنين قلوب يعني في قلب الهجوم نزلوا لتحت هم استلموا وفرغوا المساحة شفنا الازهرة دخلوا خلاص بقوا مهاجمين ما فيش اي مشكلة عندهم ان هم يكملوا يبقوا مهاجمين في الحالة دي الحالة اللي بعديها لأ فريق خطير في الهجوم بسرعة يعني الشكل ده ده خطير ده اللي احنا بنتكلم عنه بقى كريم ودي نقطة انا هنا مركز على الاتنين المهاجمين واحد في المساحة دي واحد في المساحة دي مش هتلاقي اي واحد فيهم واقف مسلمك نفسه. مش هتلاقي اي واحد فيهم مسلم نفسه الخط الدفاع بتاعك كمهاجم. كله بيدور على المساحة اللي يتمركز فيها ويستلم فيها كرة. ودي نقطة مهمة جدا 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 اللي لعبت الاهل يتركز عليها. فكرة المساحات المساحة اللي مبين كل لاعب. والتاني دي مهمة جدا جدا تغطيط. عندك حق. والله كلم حلواش. بس الكلام مطمئن برضو يعني ان شاء الله الاهل يعمل حاجة قدام سنداونز بعد الفاصل بقى ان شاء الله داود وابراهيم يطمئنونا على الزمالك قدام الترجي ان شاء الله نعرف منهم ازاي ممكن الزمالك يخترق الترجي في تونس في ملعب رادز. ان شاء الله الزمالك يحقق فوز زي ما نتمنى ان شاء الله الاهل يحقق فوز بعد هذا الفاصل خليكم معنا. اعلن بحضراتكم مرة اخرى خبر كده بخصوص رحيل الكابتن احمد حسين ميدو عن نادي الاسماعيل نادي الاسماعيل منذ لحظات مجلس الادارة اعلن بكرة الساعة 12 الدارة هيكون في مؤتمر صعفي الاعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق اللي غالبا غالبا يعني الاقرب ليه هيكون الكابتن حمزة جمل كمدير فني طيب داود ترجي والزمالك هي مباراة نظرين صعبة طبعا طبعا وعمليان صعبة الترجي صعب بس الزمالك برضو مفروض فريق صعب نبدأ بنقاط قوة الترجي اللي مفروض الزمالك يتجنبها في هذه المواجهة وبعد كده نشوف نقاط الضعف اللي مفروض الزمالك يستغلها. طيب خلينا نقول ان مباراة نادي الزمالك قدام الترجي مباراة مهمة جدا لأظهرت نادي الزمالك لان فريق الترجي وكعادة فرق شمال افريقيا فرق خطيرة جدا في العرضيات وبدون كلام كتير خلينا نشوف الحالات الكتير جدا لنادي الترجي وخطورته في العرضيات اللي بتشكل خطورة كبيرة جدا وخاصة كمان على العرضة البعيدة. كل الحالات دي بالمناسبة حالات انتهت باهداف دي حالة كرة عرضية ناخد بالنا من الرجل اللي على العرضة البعيدة لوحده تماما الكرة بتروح للعيب اللي على العرضة البعيدة عشان نشكل خطورة والكرة تنتهي بهدف. لو استعرضنا باقي الحالات بالنسبة لنادي الترجي هنشوف برضو نفس القصة من ناحية الشمال وناحية الشمال دي مهمة جدا لانها بتضم بنحميدة اهم وافضل لاعب في نادي الترجي خلال الموسم الحالي وبنحميدة الزهير الايصر. مستوى افضل من اي لاعب في الترجي خلال الموسم الحالي كرة عرضية هتتلعب على العرضة البعيدة خلينا نكمل اللقطة ونشوف مراحتش حتى الرجل ده ده راحة الرجل اللي في الناحية العكسية تماما لوحده تماما فريمان حر تماما بيسدد الكرة بترتد من الحارس كوى منطقة الجزاء الترجي بيسجل منها هدف لو نستمر في باقي الحالات من نفس المباراة كان في حالة تانية هدف تاني من الترجي كرة عرضية المرادة من الناحية اليمين خلينا نشوف الحالة وصلت لفين الكرة الرجل بيخش جوه في قلب منطقة الجزاء بيسجل منها هدف ممكن كمان لو استمرنا في باقي الحالات دي حالة هدف اللي فاز بيه الترجي في السواني الاخيرة قدام المريخ العرضية ملقوة من نص الملعب يا كريم نفس القصة على العرضة البعيدة هتروح للعيب من نادي الترجي كم من السوق هنلعب الكرة هيحولها مرة تانية جوه منطقة الجزاء الحارس هيفشل في التعاون معها كسافة كمان واللي سجل الهدف اللعيب الاخير الكرة هتروح للعيب اللي في الاخر لسجل الهدف ده قلب الدفاع تجاي اللي سجل هدف الترجي ضد المريخ قلب الدفاع تجاي وده نقطة الكسافة اللي انت تكلمت عليها بظبوط يا كريم يعني الزيادة العدالية معمولة من قلوب الدفاع اللي تكملنا كرة هترجع مرة تانية في الكرة توصل لتجاي قلب الدفاع نادي الترجي عشان يسجل منها الهدف دي نقطة الخطورة الاولى بالنسبة لنادي الترجي اللي سجل منها عدد من الاهداف وهي الكرات العرضية تاني حاجة التزديدات من خارج منطقة الجزاء خطيرة جدا 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 للترجي خلونا نبدأ نستعرض اللي احنا شايفينه ده دي اماكن تزديدات الترجي في اخر خمس مباريات خلينا نشوف ان الفريق ده 43% دي دقة تزديداته مش من جومان 18 ولا من الزوم فورتين ده من بعد الزوم فورتين كمان يعني من بعد الكوس دقة تزديداتهم شاطه 14 كورة ستة منهم انتارجت بين التلات خشبات دقة 43 لما نخش على حدود كوس 18 شاطه 24 كورة 9 دقة 38 وفي الاخر جوا منطقة الجزاء شاطه 28 كورة منهم 17 انتارجت لكن الشيء الاهم بالنسبة لنا التزديدات اللي من خارج منطقة الجزاء ان الفريق يكون دقته 43% ده رقم كبير جدا في صورة تانية لو استعرضناها للتزديدات نفسها بقى اللي احنا شايفينه هنا النقطة الحمرة دي الاهداف اهداف الترجي في اخر خمس مباريات خلينا نشوف يا كريم تلاتة منهم من بر منطقة الجزاء النقطة الحمرة النقطة الصمرة العادية دي كورة on target الاكس دي auto of target فحنا بنتكلم من 3 تزديدات 3 بالزبط 3 تزديدات كانوا او 3 كورات سجل منهم الترجي اهداف خلينا نستعرض اخر كورة للهدف اللي قدر يفوز به الترجي التزديدة دي من حمد الهوني اللعيب اللي معمول عليه لزبط الاحمر كورة هنا دي قدر يسجل منها حمد الهوني هدف الترجي لدرجة ان الجون نفسه مزاهر قدام يعني اندخال الرجل شايت من مكان بعيد جدا وده الهدف اللي فاز به الترجي عظيم جدا هروح بقى ليك ابراهيم لنقاط ضعف الترجي اللي ممكن يستغلها نادي الزمالك بسبب لما روح لي ابراهيم واسمع منه اقول لحوالكم الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك اتنونكم من شوية نبكرة يبقى فيه مؤتمر صعف الاعلان عن الجهاز الفني الجديد عفوا نادي الاسماعيلي لا جهاز الفني الجديد للنادي الاسماعيلي وقلت لكم من الكابتن حمزة الجمل هو الاقرب لتولي مهمة الموديل الفني هو بالفعل تولى رسميا مهمة الموديل الفني للنادي الاسماعيلي ومعه فيه الجهاز المعاون الكابتن احمد كناوي مدرب عام والكابتن محمد حمص مدرب والكابتن سيد توفيق مدرب حراس مرمى هذا هو التشكيل الجديد للجهاز الفني للنادي الاسماعيلي نتمنى له إن شاء الله التوفيق في الفترة القادمة عشاء الوقت يلوحش من دينا نقاط ضعف للترجي اللي ممكن يستغلال عدد الزمالك إن شاء الله زي ما داود شرح إن قاط القوة هي الكرات العرضية فنقاط ضعف للترجي برضو الكرات العرضية لكن في تحديداً في المنطقة اللي حوالي من منطقة الجزاء مش جوه منطقة الجزاء بس الترجي دايماً بيخفل مراقبة اللي حوالي من منطقة الجزاء لو استعرضنا على طول الحالات نعرض سرعة عطوة عشان نشوف معنا بص يا كريم دي كرة سبت بص دايماً دايماً في أي كرة سبت على الترجي هتلاقي فيه لعيب واقف قدام منطقة الجزاء لوحده تماماً يعني كرة دي لو مررت ليه هيبقى لوحده في حالة تسديد كل لعبة الترجي مركزة إن هم يكونوا داخل منطقة الجزاء فدايماً بيكون فيه لعب حر وكرة دي هنشوفها كتير معنا دلوقتي نكمل الحالة اللي بعدها قدي كورنر فيه لعب واقف هنا حمده الهوني واقف مع لعب الكرة دي ارتدت فعلاً من دفاع الترجي لللاعب اللي واقف على كوس منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن كانت خارج المرمى لكن برضو نفس اللاعب واقف لوحده تماماً تماماً بدون أي ركابة من لعب الترجي اللي مركزين على التمركز داخل منطقة الجزاء وده نقطة مهمة جداً جداً نادي الزمالك يقدر يستغلها فيه الكرات السبتة والكرات الركنية اللاعب الحر اللي بيبقى موجود قدام منطقة الجزاء الحالة اللي بعدها هنا كرة كريمة هي مرتدة من ضربة ركنية فيه لعب بص يا كريم وقف فين في منطقة خطيرة جداً جداً بدون أي ركابة من لعب نادي الترجي لو كرة مررت له هتكون فرصة هدف محقق لشباب بلوزداد في الحالة دي كرة اللي بعدها بص هنا يا كريم دي كرة عرضية من ناحية الشمال لشباب بلوزداد دايماً لعب الترجي بيدخلوا دايماً ناحية جنهم على طول بيتحركوا فده دايماً بيسيب مساحة على حدود منطقة الجزاء أي كرة عرضية أرضية لللي جاي من وراء بتكون خطيرة جداً وكرة دي فعلاً اتلعبت عرضية أرضية لللعب اللي عليه اللي سبود دا وجات في العرض سيكون انا شوف الكسافة اللعيب الزمالك ومتدج جزاء كده عشان بقالهم كتير اللعيب النادي الزمالك مع النومش الكسافة هي دي النقطة المهمة جداً جداً التكملة الهجومية اللي جاية من وراء من سواء سيف فاروق جعفر اللي هيلعب أو لعب الوسط تاني لازم نشوفه لهم كمن وراء المهاجم باللقطة دي عشان لما المهاجم ياخد المدافع ويدخل المساحة دي مهمة جداً جداً للتسجيل بعض كده دي الحاجة التانية كريم اللي الترجي ضعيف جداً جداً فيها هويار الارتداد الدفاعي الترجي ضعيف جداً 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 في الارتداد الدفاعي بعد ما بيخسر الكرة وهو طالع في الحالة الهجومية دايماً بيبقى فيه مساحة كبيرة جداً جداً في دفاعات الترجي هنا هنشوف فيه 1-2-3-4 4-3 بس في الحالة الدفاعية من نادي التراجع دي كانت هجمة مرتدة خطيرة جدا جدا لشباب بولوزداد وارتداد التراجع ضعيف جدا ولازم الزمالك استغلي ده خصوصا أن الزمالك المفروض فريق متفوق جدا جدا فيه التحولات الحالة اللي بعدها نفس الكرة دي 1-2-3 هجمة مرتدة سريعة تلعبت بكرة طولية وصل شباب بولوزداد لمنطقة الجزاء فأنتمنى الزمالك يجيد التحولات السريعة اللي كان بيعملها الموسم المفروض برابا ليك على الأسف معي 30 سنة مش هكتر كتير عن كلام إبراهيم الحالة الوحيدة اللي لو عدنا استكمال لنفس النقطة إن الفريق التراجع زي ما أنت كنت تتكلم كريم بيزيد بكسافة هجومية كبيرة جدا الهجمات المرتدة عليه خطيرة جدا زي ما كان بيتكلم إبراهيم اللقطة دي الحالة الوحيدة أو الفرصة الوحيدة اللي قدر يصنحها المريخ قدام التراجع من قلب الملعب مساحة ما بين ولوب الدفاع والمناطق الارتكاز عند التراجع خطيرة جدا لو استمرنا بالحالة دي البص واضح جدا وبين ما تشوف له كل الناس لكن لما نستمر نشوف اللقطة هلاقي إن لعب التراجع بتلعب المريخ هرب بالكورة ودي كان لعب التراجع أكبر إنه هو يشده من الأميس ويمكن كمان خد فيه أنزار اللي كان فيه حكم تاني كان ممكن يديره فيها كارت أحمر أنا شايف إن اللعب في عمق في عمق دفاع نادي التراجع خطير جدا ودي مهمة اتنين السفين بتوع نادي الزمالك سيف جعفر هو اللي يخرج الكورة وسيف الجزيل إنه هو يتحرك من قلب دفاع التراجع الله عليك حلوى سفين نادي الزمالك داود أنا مشكور لك شكرا جزيلا شرفت ونوارتك العاد شكرا يا جزيلا إبراهيم شرفت ونوارتك العاد مشكورك شكرا جزيلا شكرا جدا دا كان ختام حلقتنا نهاردة من رقم عشرة نطلع يوم السبت نجيلكم يوم السبت يوم السبت إن شاء الله نيجي الحلقة فرحانين بالزمالك وفرحانين بالأهل إن شاء الله فوز على التراجع وفوز على سن داونز وبإذن الله بإذن الله كمان ختام اليوم كده بقال لسه الأمل حلو نكسب كمان السنغال يا رب بطلع الحلقة يوم السبت كده وإحنا كلنا فرحانين بالأهل والزمالك ومنتخبنا الوطن للشباب أشوفكم يا رب على البخير موسيقى